اشتركوا في القناة نوع التفكير الخاص فيي ونوع التفكير الخاص بالضيف اللي معاي اليوم على مر الزمن احنا كعرب تربطنا نوع من الاخوة والدم يعني وخلينا نحكي الثقافة النبيلة اللي بتكون مميزة عن باقي الاعراق اللي موجودة في العالم وتحديدا بالنسبة لمجالنا في الامن السيبراني او اي مجال تقني على الانترنت فقد تم المبالغة في هذا الموضوع من ناحية تقديم العلم مجانا تقديم العلم لوجه الله تعالى تقديم العلم خلينا نحكي حسب اداب وخلينا نحكي وحسب نوع من انواع التواضع اللي مطلوب مختلف عما نعرف قد تكون الان انت ما فهمت اي شيء من الموضوع عن طريق المقدمة ولكن ان شاء الله من خلال البودكاست رح تفهم العملية وراح يكون عندك واحد من التفكيرين الموجودين سواء التفكير الموجود عندي او الموجود عند ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم هو صاحب قناة الهكر الاسود له باع طويل في هذا المجال وكان ولا زال يعني من احد الاصدقاء الموجودين عندي ومن الاصدقاء القدامى من عام 2015 وهو الى بداية يعني حتى سبقة هذا العام ممكن من 2014 او 2013 عموما رح نعرف من الضيف ضيفنا هو فاروق صاحب قناة الهكر السلام عليكم فاروق وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال يا اسف الحمد لله بخير يمكن اغلب المتابعين اللي موجودين عندي محتاجين انها يعني تعرفنا بنفسك كون هذا البركات والله صعب يعني كنت اعطي هذا السؤال للاخرين كان الموضوع سهل جدا ولكن على العموم انا اسمي فاروق من الجزائر تشرفت فيكم اكيد اعتبر نفسي ليس استاذا كما اخبرتك سابقا هذه الكلمة مقدسة بالنسبة لي واتستطيع ان تقول باحث في الامن السيبراني او لا من معلوماتي كما احب ان نسميه وان شاء الله عسى خير ادعو فقط المشاهدين في نقطة مهمة جدا احبهم اريد من الجميع ان يتابع هذا البودكاست كاملا او هذا اللقاء بشكل كامل حتى يعطي لنفسه مجال لرؤية وجهات نظر بشكل كامل ارى في احصائيات اليوتيوب ان هناك تقطيعات كثيرة اتمنى 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 من الجمهور المشاهدين سواء من طرفي او من طرف الاستاذ سيف ان شاء الله وعسى خير شكرا لك يا سيف اهلا وسهلا فيك فاروق طبعا قبل كل شيء قناة فاروق راح تلاقوها اسفل فيديو بالدسكريبشن فانا ادعو الجميع للذهاب عليها والاشتراك واستكشاف المحتوى قدموا في مجالات الامن السيبراني طيب راح ننتقل لمباشرة لعضيع البودكاست المطلوبة مننا ويعني ممكن اعطيكم لمحة بسيطة بتتعلق بهاي المواضيع من هاي المواضيع وجوب تقديم هذا المحتوى مجانا في العالم العربي بين العربي واخيه هل ممكن انه خلينا نحكي تتكلم في موضوع مختلف بعض الشيء واللي هو قد يكون فيديوهات التدريب الطويل يعني في نوع من انواع الفيديوهات اللي بتضم ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات من التدريب على مجال واحد وهذه هي كافية للمشاهد ام لا يعني هي نقطة اختلاف بيننا واكيد كلكم شفتوا هاي الفيديوهات ومن هاي المواضيع ايضا قد تخص المجال الانتقادي وخلينا نحكي ردة الفعل وخلينا نحكي محتوى الانتقادي لبعض الاخطاء التي يقدمها بعض الناس المشهورين في هذا المجال في يوتيوب وفي غيرها من المواضيع وباقي المواضيع ستكون ان شاء الله شخصية فهذه كانت لمحة بسيطة نستطيع البداية الان على بركة الله بسم الله استاذ فاروق الموضوع الاول موضوع فيديوهات التدريب الطويل شفتي ممكن على قناتي وقناة صحيح وغيرها من القنوات العربية تخجيك فيديو مثل يعني رح اعرضهم على الشاشة الان تعلم اختبار الاختراق في اربع ساعات تعلم اختراق المواقع في ساعتين وغيرها وهلومة جرة من الفيديوهات وريد ان اسمع رأيك وكوني انا اعرف اصلا رأيك مسبقا كنت انشره على استوري عندك في انستجرام وتكلمت عنه في يوتيوب وانه رأيك مخالف لهذا الموضوع فحابب اسمع رأيك بخصوص هذا الفيديو جميل بسم الله بالنسبة للوقت او هناك من يعني سيأتي في باله انني انتقد الوقت يعني المدة الزمنية انا بالعكس يعني لو تأتيني بكورس فيه مثلا ثمانون فيديو تشمع تلك الفيديوهات تجد فيها اربع ساعات خمس ساعات ست ساعات على سبيل المثال تذهب الى يوتيوب تجد الفيديو كامل واحد ضربة واحدة يكون فيه ثماني ساعات هو نفس الشيء او اربع ساعات او ثلاث ساعات على حسب المدة تكون مدة طويلة فمن ناحية الوقت هما نفس الشيء انتقدت هذا الموضوع سابقا في البودكاست الذي عملته من قبل مع احد الاخوة كذلك وربما كذلك طلعت عليه ذكرت هذه المسألة وهو اتفق معي وانا اصلا كان هذا جزء من اتصالنا مع بعضين البعض هو مسألة الفيديوهات الطويلة هو انتقد هذا الموضوع وانا عجبتني وجهة النظر الخاص به وكانت عندي نفس الفكرة وحاليا انا اعيدها بطريقة اخرى فقط الفيديوهات انتقدها لان يعني بغض نظر عن الفيديوهات كنت سبب اعادتي لنشر هذا الموضوع لان الموضوع السابق قديم سبب اعادتي لنشر هذا الموضوع في اسطوريات هو مسألة انني رأيت احد الاخوة الصراحة يعني تستطيع ان تقول يتكلم اكثر مما يطبق كان يطرح فيديو كبير فيه ساعتين ونصف ضغط عليه الفيديو وصراحة يعني لم تقترحه يوتيوب بل ارسله احد الاخوة ضغط عليه شاهد ساعتين قلت يا سلام دخلت للقناة وجدت ان هذه الساعتين هي فقط الموجودة وهناك فيديوهات اخرى منتشرة من دي دوس اتاك الى اخره من كلام هذا ثم شاهد الفيديو بدأ يذكر عدة نقاط المقدمة لوحدها اخذ فيها 11 دقيقة بدأ يتكلم 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 ثم شيئا لاحظت فكرة ان الانسان يطرح مسألة مثلا كلمة انجليزية مثل بورت على سبيل المثال يقول بورت ثم يقول لك البورت هو كذا منفذ كذا 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 بالعربية الترجمة الحرفية ثم يأتيك بمصطلح اخر اتاك على سبيل المثال يقول بلا 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 كلام هذا اوكي جميل انت اخذت مني مدة طويلة كذلك بالنسبة لي ما ذكرته انت قناة صحيح طبعا اول اثنين جاءني عليه ما تعليق هو قناة صحيح من خلال هذا المنشور لانني نشرته على القناة عندي كذلك شخص واحد ذكرك انت لكنك ذكرك يعني قبل ساعتين قبل ساعة فقط من الان لكن الشخص الذي عليه التركيز الكبير هو قناة صحيح صحيح نفسه نشر كورس القرصنة الاخلاقية في ست ساعات هو امامي الان يشرح القرصنة الاخلاقية مع اختلافه مع مسألة اخلاقية وما اخلاقية في هذا الموضوع ذكر في ست ساعات في نفس داخل الفيديو ذكر الميتا سبرويت والان ماب ذكرهم بشكل يعني استطيع ان تقول عشر دقائق عشر دقائق ثم في فيديو اخر في ست ساعات اخرى شرح الميتا سبرويت وبالنسبة لهذا نوعا ما ليست هناك مشكلة يعني المحتوى هذا ليست مشكلة لانه صحيح لاحظ فيه الجانب التطبيقي بشكل واضح يشرح بسلوب جميل اللهجة اعتقد انه سعودي يعني اللهجة الخاصة بهم سلسة نوعا ما فالمعلومة تصل بسرعة حتى الكلام لا يثقل عليه حتى الكلام لا يثقل عليه يقول متاسبرويت يقول اتاك يقول اكسبرويت يقول كلمات انجليزية ولا يشرح كل كلمة لوحدها ويعطي نقاش لوحده مع اختلافي في موضوع الترتيب هذه الامور صحيح على سبيل المثال يقسم الفيديو بطريقة رائعة عنده سلوب منتاج جميل يعني احيانا يعمل لك زوم على الجميع الفيديوهات التي لاحظتها في اليوتيوب التي لاحظتها انا بطبيعة الحال ليست الجميع الموجودة التي لاحظتها انا بكل بساطة الشخص لا يعمل منتاج هو يقص الفيديو امامك الان يقول لك سأعود لك بعد قليل يقص الفيديو ثم يعود يطرح معلومة معلومتين ثم يعود ثم في الاخير وجدت اعتقد دورة كاملة للهندسة العكسية من عربي ونصف الكلام هو لتحميل البرنامج صحيح هو نفسه اخذ نصف ساعة 37 دقيقة للكورس الاول وهو يشرح فقط تثبيت للينيكس وهذه الامور هذه الامور لا تحتاج الى لا تحتاج الى يعني ادخالها يعني نوعا ما في الكورس الا اذا كان كان جمهورك النوع اخر يعني من الصفر الى الصفر ومن الصفر الى الصفر يعني اعتقد انه من الصعب علي تفهم ماذا الامر صراحة من الصعب علي فهم انك تعريد ان تعلم شخص من الصفر في ست ساعات شخص لا يعرف هذا المجال بكلية تقول له ان هناك شبكة هذه شبكة تجمع هذه ليست بداية هذه ليست بداية صحيحة لكي تبدأ بها ثم فجأة تقول له هناك اللينكس ولا يعرف اللينكس لا يعرف تشريبته هذا ناهيك على الانسان الذي يتابع اول شيء حسب الاحصائيات الاخيرة مدة تركيز الانسان ضعيفة جدا ضعيفة جدا مقارنة بعوامل كثيرة منها تطبيق المشهور الذي هو تيك توك والمقاطع القصيرة من زمان وهي نوعا ما اخذ شوي كل ما اخذ وقت اقل واختصرت المعلومة انت الفائز في هذه المعركة معركة اليوتيوب من 2011 وهي مستمرة الى يومنا هذا الى ان جاء تيك توك وقضع على هذه المسألة ووضح بشكل صريح جدا ان الفيديو الخاص بك اذا كان اقل من دقيقة وفيه كمية معلومات كثيرة انت الفائز والفوز هو المشاركة بالخوارزمية الموجودة على التطبيق ونشرك في كل مكان فالمقاطع هذه اول شيء طويلة بالنسبة للمشاهد طويلة باعتبار انه يرى المدة كاملة اما لو تابع كورس سيجد نفس الشيء 6 ساعات لكن 6 ساعات مقسمة يستطيع ترتيبها نفس النظام المعتاد في الجانب الاكاديمي نحن ندرس ما يقارب السنة كاملة خد منها 9 اشهر كاملة نحن ندرسها سنة سنتين ثلاثة الى ان تصل وتصبح ان شاء الله السد رياديات والسد فيزياء في الاخير وهذا التدريج مهم جدا بالنسبة ليه هو مهم جدا بالنسبة لانسان الذي يلاحظ اول الكورس ثانيا صحيح بنفسه لو دخل الى الاحصائيات سيجد نسبة كبيرة من الناس خرجت في اول خمس دقائق اول خمس دقائق الناس خرجوا من فيديوهاتي هذا اولا ثانيا الناس تقفز بسرعة تقفز من شرطة الى شرطة يا تريد ان تعرف ما هي القرسنة الاخلاقية بكل بساطة كرسو كله يتكلم عن القرسنة الاخلاقية انا لا انتقده الان انا فقط اطرح ما الاحده هو بكل بساطة الناس تدخل لترى القرسنة الاخلاقية الخاصة به احد الاخوة المؤخنا ماذا ذكر قال لك اذا اردت المزيد فبحث عن كذا وكذا انا انا داخل داخل سوق الجمعة او لا ادري ما الذي تفعله بالتحديد لا انا شاهد طبعا انا مشاهد يعني ولكن الناس شاهدت ربما ساعتين ونصر وانت في الاخير تقول لهم اذهبوا الى المكان الفناني ليس منطقي بالنسبة هذه وجهة نظر فان كانت لديك وجهة نظر اخرى فانت هناك مشكلة قبل ما نبدأ في النقاش في الموضوع يعني لو حبينا نلخص مشاكلك خلينا نحكي بعناوين يعني كأنها عنوين يوتيوب اعتبر كل الكلام الذي قلته عبارة عن مجموعة فيديوهات اخي فاروق تعال نلخصها لثلاث او اربع فيديوهات تتلخص بمشاكلك يعني كعنوين يوتيوب عشان نبسط العملية للمشاهد ايضا فيعني انت صححني او اذا حبيت بنفسك تذكر العنوين مشكلتك الاولى هي انه ممكن انه هذا المحتوى يجب ان يكون مستكفي بذاته ولا يجب يعني في نهاية الفيديو انك تقول لي روح ابحث عن كذا وكذا صح؟ المفروض انك في نعم المفروض انك في ست ساعات هذه انت تشرح موضوع معين وتركك في الموضوع اذا اردت ان تشرح بشكل عام هذا موضوع اخر لا تحتاج الى ست ساعات لتشرح لي مثلا خريطة لهذا المجال تمام هذا بالنسبة للموضوع الاول المشكلة الثانية هي مشكلة انه الانسان لا يستطيع ان يركز اكثر من ثلاثين لاربعين دقيقة وممكن عشرين دقيقة في ايامنا الحالية هذه الفيديو وانه الناس بتخرج في بداية الفيديو صح؟ صح والعيب ليس في الصانع المحتوى انما في المشاهد ولكن انت نوعا ما عطيته هذا الى اعطيته هذا الى ايوه هذه ممكن نسميها ليس الانتقاد ولكنها نصيحة بناء على خبرتك في يوتيوب وانه هذا الفيديو لن يفيد القناة بل بالعكس يضرها صح؟ فعلا فعلا تمام طيب اه في نقطة ثالثة او رابعة العنوان 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 انه يكون عنوان واضح لامر شيء واضح تمام بالنسبة لنا ممكن ان يكون عنوان جاذب شوية ولكن ليست الدرجة لانه مثلا صحيح ماذا ذكر في الكورس الخاص به ذكر يعني الكورسات الاخرى ذكر بشكل واضح جدا انه سيعلمك الميتاسبليت الميتاسبليت هو مشروع قابل للتعلم على سبيل المثال مجال الفوتوشوب ومجال التصميم التصميم هو مجال فعلي كبير له باع في امور كثيرة لكن الفوتوشوب هو ليس مجال هو جزء من ذلك المجال نفس الشيء الذي قام به صحيح في الكورسين الكورس الاول هو الانماب شرح فيه في ساعتين ونصف كذلك في ست ساعات كاملة ونصف ذكر المسائل الخاصة بالميتاسبليت كاملة بإذن الله تعالى لكن الفيديو الأول الذي نشره الذي بدأ به هذه المعمعة كلها هو ست ساعات قال تعلم القرصنة الأخلاقية في ست ساعات طبعا هو ليس يعني احترم بعض الشروط التي ذكرتها ولكن وجب أن نذكرها في هذا الأمر وهو الأمر الثالث الذي هو العنوان كما طبعا تمام ما في مشكلة يمكن تقريبا أنا أختلف معك في يمكن غالبية كلامك بهذا الموضوع تمام تمام وقد يرى الناس أني أنا متحيز بعض الشيء لأني أنا بنفسي أقوم بهذا النوع من أنواع الفيديو هذا تمام في البداية إذا أردت أني أحكي لك كلمة مختصرة بتخصها الموضوع فالموضوع بما يخص يوتيوب ويخص الناس فهو عبارة عن ترند تمام في البداية هذه ترند وأنا أوصفه بكل صراحة هو في البداية عبارة عن ترند وأنا بنفسي فيديو اختبار الاختراق الذي عملته في أربع ساعات كان ناجح والحمد لله وفكرة الشهادة اللي موجودة فيه فادتني جدا بحيث قناتي زادت من 30 ألف إلى 50 ألف مشترك تخيل 20 ألف مشترك من هذا الفيديو لأنه عليه 350 ألف مشاهدة تمام هذا أولا من ناحية الترند واليوتيوب ثانيا من ناحية الاستفادة وغيرها الآن سأناقش النقاط معك مشكلة المقاطع الطويلة اللي أنت بتتعلق عندك في موضوع أنه أنت جاي تشرح لي موضوع كاتب لي في العنوان في نهاية الفيديو تقول لي ابحث عن الموضوع كذا وكذا أو إذا بدك موضوع إضافي تدلني أني أروح لمكان آخر وكأنه سوق الجمعة مثل ما قلت لي صح؟ صح يعني أنا جاي أشتري من عندك بدلة رياضة تقول لي إذا تبي بانطلون جينز روح للباعة اللي في آخر الشارع مظبوط؟ ليس حرفيا ولكن مشابه هذا نوع من أنواع الأمثل شوف أنا من وجهة نظري الآن الشخص اللي حابب يعمل هذا النوع من الفيديوهات لازم يتأكد من المجال الخاص فيه أنه هل يسمح بهذا النوع من الفيديوهات أم لا يعني لو أنا يوتيوبر أقدم في مجال التداول وإنت بتعرف تداول العملات الرقمية تداول الأسهم وهذا المجال بشكل كامل مجرد ما تلاقي قناة يوتيوب بتقول لك أنا بعلمك التداول كاملا في ساعتين هذه مشكلة خطيرة تستدعي منا جميعا انتقاد هذا الشخص في التعليقات وفيديوهات يوتيوب لنواع الناس لأنه الساعتين هذولا الشخص بعدها راح يكون ممكن متحمس لموضوع تحقيق الثراء السريع ويذهب ويتداول بماله أو ممكن يتداين فبالتالي يفشل وتتدمر حياته ممكن تمام لأنه ساعتين في التداول لا تكفي جميل هذا المجال ليس سبجكت ليس موضوع يتحمل هذا النوع من الفيديوهات ولكن مجالاتنا التقنية أصلا بداية هذه الفيديوهات الطويلة من وين بدأت بدأت من عند الأجانب في مجالات التصويق والورد بريس وعمل مقالة وعمل موقع كامل في ساعتين أو في التجارة الإلكترونية أنا شخصيا تعلمت اختبار الاختراق في بدايتي من فيديوهات أحد الهنود اللي كانت مددها ثلاث أو أربع ساعات استدللت أصلا على هذا المجال من خلال هذا الفيديو هذا الكلام من ست سنوات تقريبا وكانت موجودة انتقلت هذه العدوى يعني إلى العرب عندنا في مجالات التجارة الإلكترونية وغيرها أنا هون مش بصدد أني أحكي لك تاريخ الموضوع ولكن بصدد عرض فكرتي مجالنا أخوي فاروق يتحمل هذا الموضوع من وجهة نظري الآن هذه مسألة مثل ما يقولونها الأجانب وين وين أو ربح من الطرفين أنت كمتابع ما عندك الوقت أو المعرفة أنه أنا في عندي في قناتي سلسلة فيديوهات قد تكون 10 أو 12 فيديو مترابطين إذا بتشاهدهم بتكون مسكت رأس الخيط في موضوع معين ولكني أنا مش حاطم في قائمة تشغيل لأنه كل واحد فيهم إلو عنوان مختلف مصعب أني أحط لك إياهم في قائمة تشغيل وإذا كانوا أصلا في قائمة تشغيل لن تستدل عليهم وأنا من كي صانع محتوى لا أستطيع أني أنا أفضي من وقتي ثلاث أو أربع أيام لا أصور فيديو منذ أربع ساعات أو 12 ساعة بالكامل من الصفر فممسك مجموعة فيديوهات من قناتي بالإضافة لكم فيديو بسجله بنفسي تمام وبعمل كورس أربع ساعات لتعلم مثلا آخر فيديو أنا عملته تعلم اكتشاف الثغرات تمام جميل من وجهة نظري أنا كسيف هذه الفيديوهات أكيد لن تعلمك المجال الكامل أنت بعد ما تنتهي الفيديو الساعتين الخاص فيها ما رح تروح تكتشف ثغرة مباشرة ولكن أنا بستخدم لك العنوان أنه هذا بتعلق في مجال اكتشاف الثغرات أنا لم أكذب في العنوان ولكن أنا جذبتك من العنوان هذا أولا وهذه معادلة في يوتيوب هي قانونية لم أخالف الأخلاق ولم أخالف شيء لأنه ليس كلك بيت أنا لم أكتب أنه المجال كامل ولكن في نفس الوقت أنت كمشاهد بتعتقد أنه هذا المجال كامل ولما تدخل فعليا إذا أنت كنت مشاهد من الصفر أو لا تزال مبتدئ هذا الفيديو يوجهك يعني أنا مثلا في الفيديو الخاص فيه قدمت مقدمة تتعلق بجميع المصطلحات الخاصة بالمجال الأساسيات بعدين دخلتك في الجانب العملي من خلال لابات فهذه اللابات أنا عرضت لك ثلاث لابات أو ثلاث مختبرات تختبر نفسك عليها فبعد الفيديو الخاص فيه أنت صار عندك رأس الخيط بإمكانك بنفسك تكمل على نفس اللابات تنتهج نفس النهج اللي أنا عملته وبعدين تأخذ خبرة مدتها ممكن شهر بالتدريب على هاي اللابات وبضمن لك أنا بنفسي بعدها تكتشف ثغرتك الأولى لأنك أنت مسكت رأس الخيط من عندي وبنفس الوقت أنت بعد الفيديو هذا لمدة ساعتين ما ظليتك مبتدئ المبتدئ لا يزال يتعلم في الأساسيات ولكن مباشرة لما تدخل أنت في مرحلة التدريب العملي أنت بطلت مبتدئ أنت صرت بسموها متوسط في كلمة إنجليزية بصراحة لا أعرف كيف ألفظها ولكنها Intermediate هي موجودة في Udemy أنك صرت في المرحلة المتوسطة فعليا أنت معك رأس الخيط وهذا الكلام تطبقه في أي مجال تمام؟ أنت مجرد ما تصير تعرف تمشي بالشارع الفرعي بالسيارة أنت بطلت سائق مبتدئ صرت سائق متوسط تذهب للشارع الرئيسي تقود في شوارع ضيقة تصبح محترف أو تصبح خلاص يعني أتقنت لقيادة السيارة وهذا نفس الشيء في مجالنا هذا من ناحية مشكلتك الأولى أو مع هذا الموضوع يا أستاذ فاروق أو أنا عفوا أنت بتكره كلمة أستاذ صديقي فاروق ما في مشكلة قدرة التركيز للإنسان اللي هي ممكن تكون 20 أو 40 دقيق يمكن أنا مختلف معك فيها من ناحيتين من ناحية العلمية فأنت صحيح 100% وأنا ببصوم لك بأصابع العشرة أنه كلامك صحيح وفعلياً الإنسان لا يستطيع التركيز أكثر من 20 ممكن 40 دقيقة في أكبر الحالات ولكن إذا أنت بتلاحظ من أربع سنوات صار عندنا إيش؟ صار عندنا فكرة البودكاست في الوطن العربي صارت تقوم قنوات كبيرة على فكرة البودكاست البودكاست أنا حالياً أنا وياك من قوم في بودكاست قناتك فيها أصلاً بودكاست صحيح في ناس بتخرجوا من البداية ولكن كده بتلقى على الأقل 10 أو 20 مشاهد شاهدوا البودكاست كاملاً في قنوات البودكاست الشهيرة في مواضيع عامة في بودكاستات كانت عليها 30 مليون مشاهدة تمام؟ أشخاص يسمعونه أثناء المواصلات الآن أنا لا أدعي أنه ممكن أنا أو غيري طبعاً قناة صحيح وغيرها أنا أيضاً شاهدت قناة صحيح من باب أنه يعني هو أخ طبعاً إن شاء الله مع أنه ما في بينه معرفة شخصية ولكن على يوتيوب هو بالنسبة لي منافس يعني أنا حتى أنت بالنسبة لي أخ فاروق يعني نحن أصدقاء على الصعيد الشخصي إخوة إن شاء الله ولكن في يوتيوب وفي معرفة يوتيوب أنت بالنسبة لي عبارة عن منافس تمام؟ وهذه نظرة أخرى تتعلق بأي شخص يريد النجاح على يوتيوب أنا شفت فيديوهاته جميحة لا أعرف أنا شو ممكن أقدم للناس شيء مختلف فاخترت موضوع الشهادة أنا في بداية كل فيديو بقدم للناس لأنه صار عندي شركة مسجلة أنا مخول أقدم للناس شهادات ولو كانت شهادات مبتدئين لما تعطي تحفيز للمشاهد أنه يخلص الفيديو رح ينتهي من الفيديو ولكن لا أعتقد أنه ممكن على جلسة واحدة إذا كان الفيديو أربع ساعات ممكن يخلص نصف ساعة يروح يتعشى يخلص ساعتين إذا كان صهران ويكمل ثاني يوم أو بآخر الأسبوع صحيح؟ صحيح ولكنه يعني الصعب يرشع للفيديو يا سيد صحيح ولكن هذا يعود للشخص إذا كان كسول ممكن يضرني ما في مشكلة ولكن في أشخاص والله يحلموا يحصل شهادة في هذا المجال وأنا أتكلم عن تجربة أنا أول شهادة مجانية حصلتها من شركة سايبراري كنت سعيد يا رجل هي شهادة مجانية أنا أعلم الآن أنه ليس فيها قيمة ولكني أخذت صديقي نزلنا للمكتبة طبعتها وبروستها شهادتي الأولى في المجال يا رجل أكيد أنت ممكن قبل عشر سنوات وأنت جديد في المجال اتحصل شهادة بإسمك والله أنا فرجتها لكل العائلة وكنت وقتها في الثانوية العامة جبتها معي للمركز وحلّت الناس شوكولاتة شوكولاتة يعني هذه يعني هذه بدايتك بدايتنا نتعلق بأي شيء بسيط فممكن لا يزال لحد الآن فيه مبتدئين عندهم نفس النظرة الشهادة بالنسبة لهم سعادة تمام هو فيه فيه أكيد فيه فممكن تكون تحفيز ممكن تكون تحفيز وإذا ممكن عجبه أسلوب شرحك يعني أستاذ فاروق أنا أو عفوا صديقي فاروق هذا هذا الثاني الثالث مصرح لك يعني ترد عليك تمام صديقي فاروق شوف يعني أنت مثلا بالنسبة لك أنا أرى لديك شخصية وملكة في طريقة الحديث وصوت إذاعي تمام يعني لو قبل ثلاثين سنة كان ممكن تطلع في برنامج إذاعي ما فيه مشكلة ممكن فيه شخص يستمتع ويشاهد الفيديو مالتك فقط لأنه أجل صوتك جميل بغض النظر عن محتوى الفيديو أو صوتك يعني أسلوب عرضك جيد تمام فأنت لا تعلم الناس ممكن يتابع والله أنا تابعت فيديوهات مقرفة في الملل فقط لأجل أن أتعلم ففي ناس عندها إرادة عندها فائدة وبالنهاية هذا فيديو مجاني صحيح؟ فيديو مجاني فعادي وأخيرا قصة عنوان وأعتقد في هذه النقطة بالذات أنك لن تتفق معي في الرأي أبدا ولكن أخوي فاروق نحن في يوتيوب وأنت تعلم هناك معركة على المشاهدات صحيح؟ معركة كبيرة فأنا لما أكون عندي ملكة في عمل عنوان فيديو جيد مثل هذه العناوين اللي تبيع يعني اللي تطلع لي مشاهدين وخصوصي أنا في حالتي كسيف أنا كل عملي يقوم على التسويق من يوتيوب طالب يشوف أسلوب شرحي يستمتع بالفيديو ييجي يشترك في دوراتي المدفوعة فبالنسبة لي هذه الفيديوهات اللي تضرب ترند أنا مستعد أن أعملها بكل ما أتيت من طاقة تمام؟ ولكن لازم أني أقدم معلومة هذا من باب أنه يرضي ضميري قد تختلف معي في موضوع الدورات الطويلة في فيديو واحد ولكني رأيت الناس مقبلة عليها لأنها تريحهم ما يبحث في ألف مكان وبنفس الوقت أنا قد أستغل أنه هذا الفيديو ترند وأبعث للناس معلومات تفيدهم بشكل جيد الهاكر أو مختبر الاختراق أو الباحث الأمني اللي أنت قلتها بنفسك باحث أفضل مهارة للمخترق هي جمع المعلومات والبحث فبالتالي لو عملت فيديو مئة ساعة في الاختراق برضو في نهاية الفيديو راح أعطي الناس مصادر تبحث عنها تمام؟ كمير هذا ليس إتعابا للناس ولكن إذا أردت أن تقوي نفسك أكثر هذه مصادر اتبعها لك الحرية ولكن هذه المصادر علمتني أنا أيضا فأنا يعني خلينا نحكي قناة صحيح أنا مع أسلوبها هذا وأنا باستخدم نفسه أنا في فيديوهاتي بعطي كثير مصادر للبحث يعني بغض النظر أنه كان الفيديو بالنسبة للشخص كافي أو غير كافي هو قطعا غير كافي في المجال ولكن مع البحث أي شيء في الدنيا يعتبر كافي تمام؟ جميل هذه موجود النظر شوفي أسف بالنسبة للمصادر أنا معك أنا عادي يعني كورسات حتى شوفي بالنسبة للعنوين يعني الموضوع الثالث الذي كنا نتكلم عنه بالنسبة للعنوين الكورس العادي الطبيعي الذي نعرفه يعني غير تجميع هذه الكورس طبيعي مثل حاليا صحيح قناة مفتوحة أمامي من باب صدفة فقط عنده كورس بايثون بدأ به قبل سنتين هذا الكلام في الأول يقول لك تعلم برمجة بايثون في الأول في الثاني في الثالث تقريبا كلهم نفس العنوان بالنسبة لكورسات أخرى مثل كورساتي أنا مثلا أو ربما عندك أنت كورسات كل فيديو تعطي عنوان صحيح؟ كل هذا مثلا عندي أنا مثلا كورس برمجي في الرأي وأعلم أقولها يعني تعلم مصفوفات على سبيل المثال ثم تعلم المتغيرات ثم تعلم كذا في كل عنوان هذا وفي كل يعني في فيديو عنده مصادر لكن يختلف هنا يا سيف المصادر شيء آخر المصادر ليس كالشخص الذي يعطيك يقول لك أن يعني ثلاث ساعات أو ساعتين ونصف حسب ما شاهدت أنا هي مجرد بداية هي مجرد مقدمة لهذا الأمر على الأقل أعطيني أعطيني شيء أعطيني أعطيني نشوة على سبيل المثال أنت تقول أنه يعني عندك وجهة ندر توجيه للطلاب منها يرون الأسلوب الخاص بك منها يرون طريقة شرح الخاص بك منها يرون جودة الفيديو إلى آخره فعندما يشرك الشرك وهو مطمن على حد ما لكن الشخص الذي كنت أعتقده على سبيل ما ذكرت الإسم لأن هذا الموضوع أصلا كان جاي في بالي من قبل وأشعله ذلك الشخص فرأيت أنا الفيديو الخاص به كاملا يعني لم أشاره كاملا يعني بدأت أتنقل حتى أنا من جماعة جماعة ثواني هذه بدأت أتنقل وأرى وأتوقف هنا وأتركه يتكلم ربما أعطيه فرصة في خمس دقائق هو يذكر مجرد يعني هكذا يعني لمحة فقط شم الرائحة الطعام ثم لا تأكل عندي يا حبيبي هكذا قصده يعني ثم فيما بعد يقول لك يملأك بالوعود إن شاء الله في الدرس القادم يجب أن نتعلم بايثون أوكي أنت أنت نقطت نفسك في هذا الموضوع في كثير من المواضيع طرح من هنا من هنا من هنا من هنا أنا معك في أمور كثيرة إن شاء الله تعالى ربما لا أختلف معك كثيرا في عديد من النقاط ولكن بالنسبة للمصادر هي أمور مهمة أنا أتكلم عن الناس الذي يوجهوك لعالم آخر خلاص يقول لك محلق فاروق أقاطعك بس لأفهم وجهة نظرك أكثر يعني أنت خلينا لا أعطي مثال أفهم هل أنا فاهمك بالشكل الصحيح أنت تقصد ممكن شخص كاتب لك عنوان فيديو تعلم إنماب مثلا تدخل للفيديو طبعا طبعا إحنا الآن نقصد أي إسقاطات إنماب هي مثال فقط تمام شوف يا سيف أوكي يعني الآن حكى في العنوان هذا فيديو تعلم إنماب لما دخلت للفيديو علمك أعطاك شوية كلام بعدين في نهاية الفيديو قال لك أدرس إنماب من هنا لا شوف يا سيف أولا إنماب أدات هذه يعني حتى لو علمها يعني كان مفروض أنه يفتحها ويعمل كذا أمور عادية أنا أقصد المجال بصفة عامة يعطيك رأس الأمر كله يعطيك يعطيك العنوان كامل مثلا عنوان كبير جدا يعني قصر بالشرح تخريبا ولكن مثلا الهندسة العكسية يقول لك يعني فيديو تعلم الهندسة العكسية في ست ساعات وهذا الشيء يفعلونه اليوتيوبر تعلم كذا في ست كذا وكانت منتشر هذه العنوان من خلال الكتب تعلم التنمية البشرية في ست ساعات وصبح أستاذ والكلام الفاضيان المهم كانوا يذكرون الفيديو يقول لك تعلم مثلا مثلا تعلم الهندسة العكسية في ست ساعات على سبيل المثال أوكي ثم داخل الفيديو طبعا الهندسة العكسية مجال فرع كامل من الفروع الخاصة بنا ويجب دراسته مثله مثل يعني التعقبات مثل الطب الشرعي السيبراني مثل كل كثير من الأمور التي على الأقل يجب أن تكون مطلع عليها فهذا مجال يعني فرع كامل فرع كامل وليس أداة كالإنماب إنماب على الأقل يستطيع ترقيع هذا الأمر يستطيع أن يحمل لك الأداة مثلا على ويندوز ثم يحملها على الليكس يشرح لك الطريقتين ثم يفتح لك بعدها ثم بعض الأوامر وهي ليست مطلوب منها أن تكون خارقة أصلا مطلوب منها شروحات بسيطة ويستطيع فعل هذا هذا الشخص الذي أنتقده هو أنا الحالي يستطيع أن يفعل هذا لكن الشخص الذي يعلمك الهندسة العكسية على سبيل مثال يشرح لك مثلا نسيت اسم البرنامج المهم يشرح لك 64 ذلك أذكرته خير بيس تقصد ولا أنا غلطان لا في 64 المهم يسمو المهم مكتوب 64 شيء يعني المهم يشرح لك هذا البرنامج يعطيك بعض الأمور طبيعة الحال يجب أن يوضح الغالبية هم لا يوضحون أي من الهندسات اللي الشميع يعملوها غالبا هو كان يعمل ببيثون كان يعمل ببيثون يعمل هندسة عكسية على سكريبت جاهز كان عنده لابات جاهزة هكذا بلغة بايثون ثم يقوم به هندسة عكسية خاصة به والسخرج بناء على مجموعة من تحديات موجودة على مواقع أخرى فيقوم بالمجال هو هندسة عكسية لا تنسى إلى حد الآن نحن في المجال الكامل الذي هو الهندسة الشمعية يشرح لك البرنامج ثم الآن في داخل الفيديو في نصف الفيديو يوجهك يقول لك إذا أردت تتعلم برنامج إذا بالمكان كذا أوكي أنت ما شغلك الآن ما شغلك فالبرنامج موجود أمامك يفتحه أمامك ثم يقول لك الضغط على هذا الزر يأخذك إلى هذا المكان لكي يقوم لك بإضاح لك الدلة البداية الدلة مين على سبيل المثال ثم يقول لك فجأة يعني الدلة هي هذه التي نبدأ أوكي أشرح الأمر أنت عندك ست ساعات على سبيل المثال أنت عندك خمس ساعات أنت تتدعي أنك تريد أن تدخلني إلى المجال بصفة عامة لو كانت تعطيني رؤوس أقلام أوكي توقف لي عن ست ساعات توقف لي عن ساعة أو ساعتين أعطيني يرحم والديك خمسة وعشرون دقيقة فيها رؤوس أقلام وأسكت وتمام أما إذا أردت أن تدخل إلى المجال بصفة عامة أنت لا تكلم عنك موضوعك خاص كما قلت لك قبل قليل لكن الهندسة الاجتماعية هي فرع كامل المفروض على أقل تعطي خلال ما يقارب ثلاثة برامج محتاجها وتعرف الناس عن الأمور هذه ثانيا في العنوان تكتب شرح هذا البرنامج وتهنينا يعني ليس بالضرورة أن تكتب يعني تعلم الهندسة العكسية ثم فيما بعد يوجهك وأحد الفيديوهات التي ذكرته يعني في الأخير يقول لك عندي دورة كذا في يوديم كل هذا الكلام من أجل دورة يعني في يوديمي ثم يقول لك كلام 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 ماذا هو الذي أقصده أنا يعني ستوري كان مبني على هذا المثال نعمت عليك طبعا أشكر صراحة أنا وأنت متفقين بكثير من الكلام بس لا نعلم لا أشوف أنا أنا معك والله أنا معك أنا النقاط التي ذكرتها أنت بالنسبة لمنطقية جدا تمام أنا أعترف أنا أسلوبي وقح شوية لا لا مش وقح أعتبر أنا هجومي زيادة أي ولكن يعني استباقي شوية والله كثير من المعلومات عندي والله لا أستطيع التعبير عنها عندنا عندنا أسئلة تخصص أسلوبك الهجومي صبرك علي بس صبرك تمام يعني طيب ما في مشكلة جميل جميل طيب ننتقل للموضوع الثاني جميل اللي هو موضوع تقديم هذا العلم مجانا قد تعتبر كلامي هو نوع من أنواع التدخل في خصوصياتك في مبادئك في رأيك ولكن يعني هذا السؤال له صعيدان الصعيد العام اللي هو هل تعتقد أنه هذا المجال يجب أن يقدم مجانا ولكن هناك صعيد شخصي أريد التكلم معك فيه فالسؤال الأول العام أريد منك إجابة مختصرة جدا فيه لأنه فحوى نقاشنا راح تكون في الموضوع الخاص الذي يخصك أنت هل ترى أنه هذا المجال يجب أن يعلم مجانا أم لا والله سيف والله يشوف ربما يعني من كلامي على أحد الإخوة أكيد وهذه الأمور بنيت على الفيديوهات اللي خاصة بالانتقاد أن الناس صارت تراني كأنني محتوى مجاني أولا والله أنا ليست عندي مشكلة إطلاقا مع المحتوى ليست عندي مشكلة المشكلة أنني لا أستطيع أن أقيم ذلك المشروع المدفوع على سبيل بي لأنه مغلص لا يمكن أن أحد مشاهدته صح آيوة صاحة وحتى لو حصلت عليه بطريقة قانونية تصبح تبقى هي طريقة غير قانونية لكن مثلا قناة صحيح الفيديو أمامي فيه ست ساعات أستطيع أن أتكلم فيه أستطيع أن أذكر بعض الأخطاء الموجودة فيه أستطيع أن أتكلم معه في خلال الموضوع أستطيع أن أكتب تعليقات لكن هذا الأمر لا ينطبق على لذلك أتجنب الكلام عن هذا الأمر الناس أعتقد أنني أنتقد المحتوى المدفوع لا المحتوى المدفوع يعني له تاريخ أغلبية الكرسات الحالية المشهورة وباعتقادي أصلا المحتوى المدفوع يشجع اليوتيوبر أنا واحد من الناس أحتاج إلى دفعة أخذها مثلا من التعليقات الإيجابية الشخصية أخذها من دفعة يعني مالية فيشعر أنه جائز لتقديم المزيد من المعلومات مثل أنت هذا عملك يعني لا تستطيع أن تناقش نعم فهذا هو الأمر تمام هذه الإجابة العام الآن يعني أذرني طبعا راح أتكلم معك في أمورك أنت الآن بالنسبة لك فاروق ليش لحد اليوم لم أجد لك خدمة أو كورس أو أي نوع من الأمور مدفوع لماذا كل شيء تقدمه مجانا على يوتيوب والله مسألة مبدأ فقط ولكن هذا هو اللي أريد أصله هذه هي السمكة أريد أن أصطادها فهمني إيش هو المبدأ والله يشوف وفي الأول كانت عندي مشاكل يعني في الحصول على المعلومة المباشرة ومعلومات كانت متوفرة الحمد لله لكن المعلومة المباشرة كنت يعني زمان هذا الأمر في البداية كلها كنت أسأل الناس أنا أريد يعني الدخول إلى هذا الموقع بشكل غير صريح بشكل غير أريد طريقة مباشرة أريد كما نسميها نحن اليوم بالثغرات أنا أريد ثغرة أريد السلام عليكم أي حساب فيسبوك أريده هات أي حساب إستغرام هات كذا أنا كنت أريد المعلومة هذه هل هي فعلة موجودة أو لا فحسب بحثي في المواضيع وكان عندي خبراء هنا حاليا متفرقون في العديد من المجالات لكن كنت أسألهم في هذا الأمر لم تكن هناك إجابة صحيحة لم تكن هناك إجابة قصرية نوعا ما كل الأمر كان يا إما مدفوع يا إما ربما سأخبرك في يوم وأيام يا إما هذا المجال صعب عليك لا تدخله المهم هذا كلام منتديات زمان جدا ولكن المبدأ هنا هو أريد أن أصل للناس المعلومة ولكن بشكل مباشر هذا أولا ثانيا أي نوع من تكليف المدفوع بالنسبة لما هو هو إضافة لمسة شخصية ذكرت أنت سابقا في البودكاست التي استهدفتك فيه قلت لي أن هناك لمسة يعني تستحق أن تدفع عليها لتدخل الكورس قلت لي أنك جميع المعلومات التي تذكرها يمكنك أن تجدها في أماكن مختلفة لكن هناك لمسة إضافية من عندك من تجميع معنومات إلى أمور تستحق أن تدفع من أجلي اتفقت معك في ذلك الوقت ربما لم أؤشر لك في البودكاست لكن أنا متفق مع هذا الكلام لكن أنا أشعر أنني لم أقدم الميزة إلى حد الآن فأبقى في المحتوى المجاني يعطي الناس المجان إلى حد الآن مسألة المبدأ وثانيا تفكير يعني لو تريد أن تفكر أن تعمل مشروع كبير نوعا ما أولا ستفكر في الإضافة كما قلت لك قبل قليل ثانيا ستفكر في يعني في ترتيب الأمور إنسان مثلا جاهل لهذا الأمر يجب أن تعتبره جاهل وإلا فستكون هناك مغلطات أخرى تعتبر الإنسان جاهل فتبدأ يعني توجهه واحدة ثم واحدة ثم هذه هذه الحرية لا أستطيع أن تقيد هذه القيود لا أستطيع أن تقيد بها حاليا أنا مرتاح في يوتيوب يعني شيء مجاني معلومة عندي اليوم اليوم جاءني تعليق عن الهندسة العكسية كل ما لدي في الهندسة العكسية سأحاول ترتيبه يا إما في كورس مجاني يا إما الفيديوهات يعني عامة بشكل بسيط هكذا وكذلك فيديوهات الانتقادي إذا أسعجني موضوع يعني الحرية هذه شفت الحرية هذه تفعل كذا وكذا أستطيع عمل إثنين لكن سيأخذ مني جهد كبير ربما 90% من الوقت الذي أملكه حاليا في محتوى مدفوع وأنا عملي خارج هذا الأمر كله أنا بعيد كل البعد أعمل شيء آخر بكوكب آخر أنا موجود فهذه هي وجهة نظري في الآن فهمت عليك طيب الآن أنا الكلام اللي حابب أتكلم فيه معاك ليس هو الغرض منه طبعا التدخل في أمورك الشخصية أو يعني أو إنه وجب أنك تعمل الكلام اللي أنا أريد أتكلم فيه حاليا ولكن هو أيضا رسالة للناس كلها في أي مجال تقني فليس فقط في الأمن السيبراني هي دعوة للناس لاستغلال المعرفة اللي موجودة عندهم أخوي فاروق أنا أحب أقول لك شيء في الإنترنت الموضوع أن المعلومة تكون مدفوعة لا تتعلق دائما فقط بالإضافات أو الميزات تمام تتعلق ممكن بصعوبة الحصول على المعلومة في بعض المعلومات تجدها مخبأة في الإنترنت كأنه يعني مخبأة عمدا تشعر بها يعني تبحث على جوجل ألف بحث لين ما تلاقيها تمام صح صحيح تقدمها للناس مجانا ما في مشكلة وممكن تعمل كورس يعني الآن في التجارة الإلكترونية أو في مجالنا كثير من محتويات الكورسات تجدها على الإنترنت مجانا ولكن الطالب اللي اشترك عندك هل وجدها لو يعني دفع لك واشترك بالكورس لا هل استطاع أن يبحثوا إلى جهاء طب ممكن يكون وجدها ولكن أسلوب المدرب الذي شرحها أو اليوتيوبر لم يكن جيدا ما أعطال معلومة بالكامل فأنت ممكن يعني كم مرة حصلت معاك أستاذ فاروق أو عفوا صديقي فاروق هذه الثالثة يا رجل سترايك الثالث سامحني أنا متعود فقط على الأسلوب الرسمي عموما جميل يعني كم مرة صارت معك أنك تشاهد فيديو يوتيوب عن هذا المجال وتخص أي أدى وإنت تعرفها جيدا ولكن لشرح أنقص معلومة على الناس فأنت مع نفسك تتحدث تقول آه لو شرح هذا الشيء رح يفيد الناس كثير أكيد صارت معك كثيرا بحكم خبرتك طيب أنت تستطيع اليوم تحويل أي مجال ولو كان مشهورا على الإنترنت يا رجل تعرف أنه لليوم تلاقي كورسات عن استخدام إكسل طب برنامج إكسل موجود عليه قنوة يعني قوائم تشغيل في يوتيوب تعلمك البرنامج من بدايته إلى نهايته ولكن لليوم تجد عليه كورسات مدفوعة لأنه في الكورسات المدفوعة أولا يعني شوف أنا عندي نظرة هاي من مدرب من شخص يعني يشتغل في هذا المجال كمدرب يعني أنا موقن فيها جدا الطالب لما يدفع مقابل معلومة يأخذها غصبا عنه يشد فيها غصبا عنه مر علي أناس يعني عندهم قدر من الكسل لهم خمس أو ست سنوات يحبون المجال ولكن لا يتعلمونه لا يكملون الفيديوهات فيه هم هذول الأشخاص اللي يشاهدون أول عشرين ثانية من فيديوهاتك لو بأول عشرين ثانية قلت لهم في كورس يعلمك المجال وسعره كذا وأجوا اشتركوا عندك يكملوا العشرين ساعة في الكورس غصبا عنهم لأنهم دفعوا فلوس تمام؟ صح هذا أولا ثاني شيء أنا بحب أقول لك يعني على الصعيد الديني ربنا قال في القرآن وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها طبعا أنت عندك عملك الخاص مش شرط يكون في السايبر سيكوريتي ولكن أخ فاروق أنت بتحب هذا المجال جدا وهذا شيء واضح طب لو كان عملك في السايبر سيكوريتي ألا تفضل هذا؟ طبعا هذا السؤال يسفطت لك لأي شخص يحب هذا المجال ألا أنت شعر بحرية أكبر؟ أشعر بحرية أكبر صح طبعا ثالث شيء بالنسبة للأشخاص هذولا طبعا فيه كمان كلام مشهور لأنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف المؤمن القوي هو اللي يملك إيش؟ هو يملك طبعا قوة الإيمان والمحافظة عليها ولكن على الصعيد الآخر هو اليد العليا اللي هو إيش؟ يملك المال والسلطة والجاه فديننا نفسه شجعنا أنه نكون أقوياء أنه نكون أثرياء مش تكون ثري لأجل أنت والله تروح تشتري سيارة مرسيدس لا تكون ثري لتكون باب من أبواب الخير أنا لما بدأت هالمجال أخوي فاروق أنا كان عندي حاسوب مستعمل ثمنه وقت الغلاء خمسين دولار تمام؟ يعني الحاسوب كأنه مضروب كأنه داخل في مشكلة ومضروب عمدا واثنين رام كنت أستخدم وقتها نظام باروت كأساسي عليه وهذه كانت بدايتي لما الموارد ضبطت عندي وصار عندي الآن حاسوب كبير بعض الشيء استطعت أني أقدم للناس محتوى أفضل مشاريع أفضل الأمور المجانية حتى اللي أقدمها في يوتيوب صارت أفضل تمام وأقوى وحتى كورساتي صارت أقوى فالآن أنا استطعت أني أقدم العلم بشكل أفضل وقص هذا الموضوع يعني زمان كان تعليم القرآن وكتاب الله وحتى اللغة العربية وكل شيء في شيء اسمه الكتاب في سوريا في بلاد الشام في العرب يعني صح ولكن شيخ المسجد اللي كان فقير كان صعب عليه قدم المعلومة بالشكل الصحيح قد يأتي هو خلينا نحكي مزاجه متعكر جدا بسبب شجار مع زوجته على موضوع الماديات والطعام والشراب قد يأتي هو أصلا ما عنده موارد يأتي على قدمه يتأخر عن الطلاب يكون مزاجه صعب لا يتحملهم بينما الشيخ الذي يشرح القرآن تخيل القرآن هو أعظم شيء يمكن تعليمه للناس إذا كان عنده أشغال أخرى عنده مشاريع مالية أخرى تلاقي المسجد اللي هو جالس فيه أصلا يعني الوضع فيه أفضل جو الشيخ هذا تلاقيه أحيانا يمزح مع الطلاب يعاملهم بشكل جيد فيطلع أجيال وهذا الكلام قيسه على جميع المجالات تمام طبعا لقرآننا المثل الأعلى في هذا الموضوع ولربنا طبعا المثل الأعلى ولكن هذه هي وجهة نظري كل مكان عندك موارد أفضل استطاع تتقدم أكثر للناس لو عندك مشروع طبعا هذا الكلام للجميع مشروع في هذا المجال يدر عليك دخل قوي جدا تتفرخ بالكامل لهذا المجال لأنه أصبح عملك وحوايتك في مكان واحد وصدقني بالنسبة لليوم لا يزال هذا السوق عاطشا جدا في الوطن العربي أنا يمكن من المغرب عندكم ما عندي إلا أربع من المغرب والجزائر وتونس ما عندي إلا أربع خمس طلاب تمام ما أدري يمكن هناك يحبون الأشخاص اللي من دولتهم يقدم لهم أو عندهم ما أعرف فلو أحد هناك يطلع كورسات في هذا المجال المتقدمة رح تلاقي إقبال شديد تمام جميل فهذا رأيي الشامل في هذا الموضوع يعني سيهاجمونك على هذا الأمر يا سيف لا لا أعتقد أنه سيهاجمونك إن شاء الله كل شخص على الأقل يفكر فيها بنفسه يعني أستاذ أخوي فاروق أنا إذا شفتك بيوم من الأيام عرضت خدمة من خدماتك بشكل مدفوع أو دورة من دوراتك بغض النظر عن أي شيء الناس صدقني مهما انتقدت ستشتري والله من المنتقدين عندي يشترون تمام؟ أقول لك هذا الكلام بشكل واضح ستشتري وسأكون أنا أول الداعمين لخدماتك هذه سأنشرها عندي في يوتيوب لأنه موضوع الرزق هذا موضوع مختلف وخصوصي إذا في المجال اللي بتحبه أنا لو يعني أنت سمعتك كثير قلت إنه يوتيوب ما يدعمنا لولتنا وحكوماتنا ما تدعمنا ما تشجعنا أن ندرس هذا المجال بشكل أكبر تمام؟ حكوماتنا لا تزال أصلا بعيدة في التطور التقني في هذا المجال لن يدعمنا أحد يا رجل إن لم ندعم نفسنا وندعم هذا المجال بأنفسنا لن يدعمه أحد يعني حكوماتنا اليوم بدأت تدرس الأمن السيبراني خيل إنك تدفع 25 ألف دولار على ابنك وأربع سنوات من وقته على أن يتعلم والله أديدان هي نوع من أنواع الفيروسات يا رجل يتكلمون لوحة المفاتيح الفقرة لا يزال الكلام بليد وبديهي جدا كما بدأ في التسعينات لم يتطور شيء فيه فأنا لما تأخذ من الطالب 500 دولار في أربع أشهر تعطيه معلومات أو في شهرين تعطيه معلومات أفضل من كل الذي أخذها في الجامعة مش أفضل؟ أفضل أفضل تخيل إنه يمكن يعني ربنا على حسب نيتك يكتب لك حسنات إنك وفرت على هذا الشخص ضياع عمواله في المكان الخطأ فهذه أنا وجهة نظري كم ونفق في هذا وإذا عندك أي كلام تعقيبي تفضل قبل ما ننتقل والله أنا معك إن شاء الله ولكن يعني هناك وجهة نظر الأخرى يعني يأتيك شخص يقول لك ماذا لو ماذا لو الشخص الذي دفعت له البال لم يقدم الإضافات التي أطمح لها ماذا لو هناك شخص مجاني يعني تركته وتأتيت إليك ماذا لو كان عنده مخلفات أخرى في عقله على سبيل المثال صورة مماطية مثل اختراق الفيسبوك بثغرة هو يظن أنك ستقدم هذا الأمر ألمان شوف هو صراحة وجهت انتقاد من طرف شخص أحبه وهو الاستخباراتي الذي استضفته في قناتي وجه لي هذا الانتقاد بشكل مزح ولكن يعني وصلت رسالته بشكل واضح قال لي يعني أحد أقوى الأمور التي ممكن أن تدمرك هي يعني إعطاء المعلومة بشكل فضفاض هذا وكان نقاشنا كبير جدا حتى وصلنا إلى هذه النقطة واتفقنا في العديد من الكثير من الأمور ولكن يعني يبقى للمشاهد وجهة نظر أنا أعتقد أنا يعني كأنني أسمع الصوت الذي سيشاهد الفيديو الآن سيقول في خاطره ربما تعرضت للنصب في موضوع كذا ربما فعله كذا ولكن شوف هو وجهات نظر واضحة إن شاء الله كل شيء واضح مثلا لو شخص مثلا عرفت دورة بشكل صحيح مثلا يريد أن يشرح النجرات على سبيل المثال نجرات هو برنامجرات هو لم يقول أنه يريد تعليم المجال هو شخص يعرف النجرات فأحب أن يعمل دورة مدفوعة لتعليم النجرات وكتب بشكل واضح جدا هذا الأمر ووضح للمشاهد يعني المشاهد خلاص ليس له عذر ليس له عذر هو يريد تعلم النجرات يقول له يذهب إلى يوتيوب إذا أردت أو يأتي إليه إدفع مثلا عشر دولار وأعلمك النجرات وجب على الشخص الذي يشرح أن يقدم له برنامج النجرات كلين نظيف من أي أمر لا يهمني هل أنت جاهل مثلي مثلك لا يهم أنت الآن أعتبرك أستاذ تشرح النجرات أعطيني النجرات كلين نظيف أريد أن أشغل به أزله من التلغيمات أزله من أي موضة يعني المشاهد نوعا ما يتشكك في العديد من الأمور ثانيا ثقافة ثقافة دفع المال هذه بصفة عامة يعني نوعا ما تكون في المنتج أكثر من الخدمات ألاحظها أنا مع أنني أتمنى أن الشركات تدفع أكثر لأنها يعني ستوفر عن نفسها خصوصا يعني الحكومة الجزائرية الخاصة بنا ستوفر عنها يعني كثير من الأمور مثلا كثير من النتائج الخاصة بالدراسية تم إعلانها علنا في موقع معين يغلق في أول خمس ساعات يا رجل كل الناس تنتظر يا رجل كل الناس تنتظر نتائج أيوان السيرفر يسقط الأمور لو كان هناك لا أدعي العلم ولكن أشخاص مثلي واقفين على هذا الأمر والله الأمر هذا لن يحصل أو على الأقل إنسان دارس أنا أستطيع أن نسمي نفسي هاوي مع الهوات لكن أعطيني شخص رسمي هناك فالثقافة يعني أن يعطيك المال لكي يحصل لا هناك مجاني هناك أمر رعي وأنا يعني لولا هذه النزعة أنا ما أشهدنا مشاهدين في اليوتيوب لولا نزعة المجاني لأن يوتيوب أكثر أنت تردأس بصفة عما أكثر ميزة فيها هي أن كل شيء متاح كل شيء جميل يعني سليس فجزء من النزعة الإنسانية هذه يبحث عن السهل فالسهل الممتنع هو المجاني في هذه الحالة وأنا أتفاهم كلا الطرفين وأنا أقولها من هذا الوانبر أنا رسه ضد الأمور المدفوعة وإن شاء الله لي وكان لي من قبل الأمور وصراحة أنا أحب أن أتركها سرا ولكن يعني لم تكن مبالة كبيرة ولكن كانت خدمات بسيطة بشكل معام ثم خلاص توقفت عن هذا الأمر عقدت العزمة لا أساعد أي أحد لأي مقابل أي كان لا يهم يذهب الجميع إلى جحيم على كل هذا هو لسه على كل حالة على كل حالة على كل حالة تمام إن إذا لي هيك تعليق بسيط على كلامك بخوف الناس من الاشتراك في هذه الدورات فهو يتعلق دوما بشيء واحد موضوع خوف الناس من موضوع النصب شوف على الإنترنت صدقني نصاب لن يدوم مستحيل نصاب يدوم أكثر من سنة أو سنتين بالكثير أنا عن نفسي في دوراتي والله أحاول ضميري وأضع ربنا بين عيني وأنا وصلتني انتقادات ووصلتني كلام ووصفات وشتائم والله أحيانا من الناس لم يأخذوا الكورسات عندي أصلا خلاص الناس تهيج مع أي هيجة يعني تعال في الشارع شوف اثنين ثلاثة من الشعب يسبوا يضربوا واحد عشرين واحد يهجم معاهم بدون ما يعرفوش القصة تمام؟ هذا أولا أنا يعني اللي يخوفني من هذا الموضوع جدا ويخليني أخاف ربي فيه أنا في أحد الإخوة من اليمن والله العظيم باع ذهب زوجته ليشتري الكورس عندي يعني شوف هذا شيء مخيف يعني ليس شيء جميل مخيف جدا تخيل هذا لم يأخذ المعلومات الذي أرادها يا رجل هل سيبقي مكان في الإنترنت لن يتكلم عني عليه؟ مستحيل أي مدرب أي دورة أي شيء تريد الاشتراك فيه ابحث عنه على الإنترنت شوف التعليقات السلبية شوف التعليقات الإيجابية إذا وجدت تعليقات السلبية أكثر من الإيجابية أو نسبتها كبيرة جدا فهذا الشخص لا مخيف دور على غيره أو مصدر غيره ولكن إذا رأيت عشر أو 11 شخص يتكلمون عنه بسوء ولكن 200 أو ألف أو 10 ألاف شخص يتكلمون عنه بشكل جيد وتقييمه عالي فعنا هذا الشخص لا ما عليه مشاكل وهذه هي النقطة التي أتكلم بها أخ فاروق جميل واضحة إن شاء الله الشخص بذكاء ويختار المكان طيب ننتقل الآن للمواضيع الشخصية أكثر أخ فاروق صاحب قناة الهاكر الأسود برجع وبكرر قناته موجودة أسفل فيديو بالدسكريبشن الله الله إعلان مجاني ولو يعني هذا باب من الضيافة العربية استضفتني في قناتك وأنا أرد لك الإضافة يعني إن شاء الله يصى اليوم نعزم بعض فيه على الغداء إن شاء الله عسى خير طيب بدايتك مع المجال الصعوبات اللي واجهتك اذكر لنا هيك شيء بسيط عن بدايتك لا نريد التاريخ كامل ولكن البداية الكوميدية اللي مليئة بالصعوبات اللي يعني خلينا نحكي بتعطي الشخص إلهام تفضل جميل والله لا أستفيد في هذا الموضوع كثيرا لأنني والله يعني إنسان في البداية يحرقه يعني بعض الأمور لا يحب أن يذكرها بشكل كبير ذكرت في قناتي بودكاست وحاول نشره وقدر الإمكان فيه يعني نبذة جيدة نوعا ما عن تعريف عني أنا شخصيا والله مسألة تعريف أجدها مناقدة ربما أخرج على الموضوع قليلا مثلا انتقادات التي أعملها دائما إنسان يتيك ويقول لك من أنت ليس هناك بالضرورة أن أكون أنا هو أنا لكي أقدم لك نصيحة عامة على سبيل المثال فأحببت أن أوضح هذه الأمر أخذ نصيحة بالقدر الموجود إن شاء الله بالنسبة لي والله يشوف الصعوبات الأولى هي قلة المصادر حاليا الحمد لله تجد يعني تدخل إلى الشيخ جوجل فيفتح لك أول عشرون نتيجة بحث والنتائج البحث هذه كتبها ناس وداخل كل نتيجة بحث تجد مواقع وهذه المواقع أو المدونات اختصاصها لهذه الأمور تقدم العديد من الأمور لذلك تذهب إلى يعني تغير الكلمة فقط تكتب كتب فيخرج لك شيء يسمى بالPDF مملوء في الأنترنت ثم شيئا فشيئا تجد تريد محتوى المدفوع بشكل مجاني تجد كورسات من 2010 موجودة إلى يومنا هذا تجد كورسات من 2015 2020 2024 تجد كورسات موجودة الحمد لله بشكل كافي ربما كذلك مثلك أنت الناس الذين يقدمون الخدمات المدفوع يجد منهم العينات هذه في أي مجال من المجالات في ذلك الوقت يعني في الأواعي نوعا ما وربما تتفق معي كذلك في هذه المسألة يعني الإنسان تحس أنه يقطع المعلومة من قلبه لكي يعطيها لك كنت عاري من هذه المسألة كنت أريد جواب هل نعم أو لا هل يتم هذا الأمر أو لا وكنت أبحث في هذا الأمر يا إذهب تعلم كذا يا أخي أنا أعلم به كذا أنا واحد من صفاتي أني في الأول كنت أحب أن أتجاهل كثير من الأمور الناس لم تكن تعرف لهك الأسود لم تكن تعرف أحد كان أمامها فاروق الطفل بريء ربما لديه ماضي يعني نوعا ما في الأمر ولكن الذي أمامك أنا يعني شخص يريد التعلم فعليا في الأول يعني فكنت أريد هذا الأمر يعني أريده بشدة فيبدأون يستصغرون بك في هذه الأمور وكذا فبدأ أنا شوية شوية نصل إلى مرحلة الحمد لله وجدت مجموعة من العينات كانوا يعطون معلومات بشكل واضح لكن فهمهم يعني يختلف يعني فهم الأستاذ على عكس فهم تلميذ لذلك أنا مثلا أنتقد صحيح في العديد من الأمور بداية الإنسان الذي في البداية المفروض أنك توضح له هذا الأمر مستوى كذا في مرحلة كذا يا جماعة الخير ليس كلكم من دخلوا إلى هذا الفيديو مؤهلين للبدء معي هناك أمر واسع جدا أنا سأعمل على اللينيكس يجب أن تعرف ما هو اللينيكس صحيح أنا عندما أشغل سأشرح لك أمور لكن مستحيل أن أشرح لك بنية تحتية في كورس ليس له علاقة بالليليكس أشرح لك البنية التحتية الخاصة بالليليكس لماذا الملفات وجدت كذا عمل التثبيت مستحيل أن أشرحها لك كلها نيكس 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 بسرعة يعني ما عندي الوقت لكذا وذكر كذا نفس المعلومات فأسلوب الشارع هذا كان صعب علي في البداية شوية شوية بدأنا نسرق معلومة من هنا نأتي بمعلومة من هنا نساعدني أكثر هناك برنامج لم أكن يعني أتطلع عليه يعني لا أذكر اسمه وكان قبل النجرات فيه حصان الذي جناحين أعتقد أزرق كنا نشغل به هو برنامج نجرات بطبيعة الحال يعني عند والله أعتقد أن الاسم كان مزور عندنا من ذلك الوقت كان مسروقي يا رجل المهم وهذا يدل على احتراف بعض الأخوة في ذلك الوقت خيلوا عيال فيه وتسعى يا رجل المهم على كل حال يعني ناس نوعا ما وصلوا إلى السوى معين فما كان يعجبني في هذه الأمر لما كنا أتوقف عند هذا الأمر البرنامج جربته كان يعمل بنجاح كل شيء تمام لكنني أريد أن أكتشف هذه الأمور فأكتشفت فيها فشيئا أن هناك شيء يسمى بالشبكات هناك شيء هناك النظام أصلا الذي أعمل به أنا النظام الغبي هذا الذي كل مرة يخرج لي في المشكلة ما هذه المشاكل ثانيا ما هو نظامي أصلا يعني هناك برامج شبدأ تشغل لوحدها ما هذا الأمر المفروض أنا أضمن أنا المفروض أني المدير هنا هذا ليس عندرويد هذا ليس هاتف أنا المدير وهذا الأمر كان أيوة هذا الأمر كان بداية واضحة جدا ثم عندما تعرف رؤوس الأقلام أن هناك شيء يسمى يعني بالمواقع على سبيل المثال مواقع الكاملة يعني برمجة أمور كذا وأعرفها النظام الذي أعمل به أعرفه بشكل كامل الاتصال هذا الذي يحصل شبكات إذا سأعرف شبكات كلها بشكل واضح أعرف الأمور رؤوس أقلام ثم أبدأ أركز على الرأس لقلم هذا يا أخي كان ناس عندنا نحن هنا في الجزائر اختصاصه يعني نيتورك لا تستطيع أن تقول له معلمني الاختراق لن يعلمني الاختراق لكن لو سألته السؤال الصحيح النيتورك خلاص هنا ينفتح هنا يصبح بنك معلومات ويسرب لك المعلومات طبعا إذا كان يحب الخير يبدأ يعمل هذه الأمور وذكرت هذه الأمور كثيرة في البودكاست وبداية كانت بهذا النحو حتى لا نطيل يعني أهمت عليك هو صحيح كان البداية صعبة أيامها بصراحة وليس صعبة ببساطة صعبة جدا جدا والله قلة المعلومات كانت أساس المشكلة صحيح أيوة تحس أنه يقترها لك بالقتار يا رجاء أخي يعطي الناس تتعلم لا لا هو أنا شوف ما تقدر تقول له أعطي الناس تتعلم لأنه أصلا أيامها اللي كانوا يعلموا قلائل وأغلبهم يكذب يعطيك معلومات خطأ وممكن هو نفسه متعلم خطأ هو شوف في المنتديات نعم الكذب كان كان له باع في هذا الأمر يعني الناس ترمي فقط الكلام إلى يومنا هذا أحيانا الشخص ليس له علاقة بالعديد من المجانات لكن يحب أن يدخل رأسه في كل شي يا أخي أنا أعرف كذا أعرف كذا أرمي معلومة ويدعي الأستاذ يعني في نوع المال وأحيانا تجده حتى في تعليقات يعني يدقق مع كل صغيرة وكبيرة يا أخي أنا معك الأمر يعني هو لو تابع الفيديو كامل يعني سيتضح له مثلا الإنسان لو تابع هذا البودكاست كامل سيتضح له الفكرة كاملة لكن لو قطع قطع الفيديو في لحظة معينة مثلا أنت قلت فاروق غبي فأول خلاص سيفهم لا لا وباشرة وباشرة إذا بالتعليقات يا أخي لم يكن عليك صحيح أن كلامك صحيح يبدأ لك بالكلام طيب صحيح أن كلامك جميل كذا ولكنك لا تقول لي فاروق كذا ويبدأ يذكر موضوع وهذا الأمر يعني موجود في جميع المجالات الحمد لله ولا ستطيع تغلب عليه يا جماعة الخير وأي شخص وصل إلى هذه المرحلة من البودكاست خلاص يعني هذا مضمون عندنا وإنسانه من الناس الجميلة والذي تريد تعلم إن شاء الله إن شاء الله حاليا ما نكونش نكلم بعضنا فقط بهذه اللحظة من البودكاست لا 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 موجودين موجودين عددهم قليل صحيح ولكنهم موجودين صحيح في البركة في البركة شاء الله حال نحدث بعض الجدل أيها احتوى فاروق الانتقادي الله 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 هذا عنوان الفيديو لا 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 هناك عنوان أطخم إن شاء الله صبرك علي لعبتي العنوين لعبتي صبرك على أحلك الكبيت في الوطن العربي لا قدنا كل ما كنا نقوله يا رجل فاروق اختراق البنوك على القافي يا رجل يا رجل أربعهم لا قبل ثواني أنا أعطيتك الموضوع أريد أنا أبدأ معك بأسئلة تفصيلية أيها خذ رح تخذ خلينا نحكي إيش سبب خلينا نحكي الهجوم الشرس على الناس يعني لن أذكر أسماء إن شاء الله ما في مشكلة مع أني أنا كنت من بين هاي الأسماء في البداية ومثل ما يقولوا إخواننا بمصر ما محبة اللي بعد عداوة فـ يعني أنت الآن وجدت شيء خطأ عند شخص في مجالنا وأكيد أنت لك غيرة على المجال ولك غيرة على الناس وترفض أن الناس يأخذون معلومات خاطئة ولكن ما سبب اللقب اللي يكون في عنوان الفيديو الدجاجة الأبصر كذا الكبش الأبصر كذا هذا الكلام ما سببه والله يشوفه تطيع أن تقول البيئة والله البيئة حتى هذا ذكرته في البودكاست يعني ربما أنا من المتنمرين في المدرسة دائما يخرجون لك جماعة اليوتيوبر هذا يقول لك أنا كانوا يتنمر على العكس أنا الذي كنت أتنمر عن الناس غفر الله لنا إن شاء الله والله يشوف يا صديقي الإنسان أحيانا يعبث بالمنطق الخاص بك لدرجة أنه بالنسبة لك أنت موضوعك مختلف لماذا؟ لأن الفيديو الأول كان فيديو نوعا ما شوية طبيعي لحد الآن لكن الفيديو الثاني الذي كان فيه الكوبيرايت والمشاكل هذا ثم شعلته هنا لكن أخوة هنا أسمهم أخوة مازالوا إن شاء الله أصدقاء وربما سيصبحون كذلك أصدقاء ومحبة ليست هناك مشكلة ليس عندي مشكلة معهم لكن يعني العبث بالمنطق لهذه الدرجة لا يجوز عندي أنا بشكل بشكل دقيق جداً ربما يعني هو خطأ أكيد يعني قول بعض الكلمات أو وصف الناس بالدجاجة على سبيل المثال ولكن يعني صفة الدجاجة تنطبق على تلك البنت حرفياً يا رجل لا 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 شوف شوف أقول لك شوف والله يشوف شوف ترمي الكلام من هنا من هنا ثم في الأخير شوف هو تعرف المشاكل هذه من أين تبدأ؟ تبدأ من شكوة الناس يأتيك شخص من قلب من القلب يتكلم يبعث لك رسالة صوتية غالباً تكون رسالة صوتية يكاد أن يبكي فيها من الأمور من الحرقة على هذا الشخص فأنا مباشرة أصور الفيديو يعني وحتى أحياناً والله لا أشاهد الفيديو بكاملي أشاهد فقط لقطات ومباشرة يأتي لذهني ذلك المستوى الكارث الذي هو فيه هو الإنسان يسمي نفسه مثلاً مرحلة الأستاذ مرحلة إنسان يعني كاد الأستاذ أن يصبح رسولاً كما يقولون يعني مرتبة مهمة وتعطيها للإنسان وفوق كل هذا هي مدفوعة عندك والناس من داخل دورتك تشتكي أو من داخل موضوعك يشتكوا أو من خلال مقابلة أنا أحياناً أعلق على الذي أمامي لكن في داخلي أنا مشحون جداً من ذلك الشخص الذي أتاني أنا مشحون جداً في هذا الأمر ربما هذا خطأ أكيد يعني وصف الناس بهذا الوصف ولكن يعني بالنسبة للمضمون أنا يعني لحد الآن وخصوصاً أنني ألتقي بالانتقاد في هذا الأمر في عكسي يعني لو أذهب له إلى الخاص أنا أكلمهم عن الخاص كلهم قبل أن أعمل عليه فيديو أتكلم معك في الخاص تكلمت معها في الخاص ويعني كأنك يعني خلاص إذهب عني أنت لا تعرف كذا وكذا وعندما أعمل عليها الفيديو ترد بأسلوب بنفس الأسلوب الذي تريد أن تناقشني فيه الآن الهجومي هذا ترد هي بأسلوب هجومي على عكس أنا في الفيديو وأذكر الأمور التي ناقدت فيها نفسها أو على سبيل المثال ناقد فيها نفسه وذكر أمور من إسماعيل من جميع الأمور يعني فهذه الوجهة يعني إسماعيل مان دعنا نضعه على خانة مختلفة لأنه يعني حالة شاذة جداً يعني كل دفاع الذي سأذكره الآن هو لا نتكلم فيه عن إسماعيل مان أو على أي شخصية شبيهة يعني أنا أرفض الخطأ على الناس ولكن الناس اللي أشوفها تنصب وتكذب على الناس وفي كثير أسماء تروا أنه في الوطن العربي يعني مر علينا زمان اسم عمار الشريف نصابي اللي عمل نفسه كان يخترق حسابات فيسبوك إسرائيلية أحمد بطو من فلسطين وممكن إسماعيل مان معهم في نفس الخانة يعني أنا معك في هذا الكلام عليهم تمام؟ ولكن أنا أتكلم عن أشخاص آخرين قد يكونون مدربين قد يكونون خامات يعني مثل الأخت العراقية يعني شوف أنا مش أسلوب دفاعي ولكن أنا أحكي لك شيء ممكن أنت الآن تمسك المايكروفون تعمل درس فيديو على يوتيوب تمام؟ تكون زليت زلة بالدرس بدون ما تنتبه قد يعني أحيانا والله يكون زر أمامي أقعد أبحث عنه بالشاشة ساعة لدرجة الناس تقول أوف هذا أعمى ولا إيش هذا الزر أمامه ولكن أنت لما تشرح للناس تحاول تقلل أخطائك عشان ما تتعب أكثر في المونتاج فبالتالي ممكن تزل زلة ولا زلتين فما بالك لو كان الموضوع في مقابلة تلفزيونية لايف وفي لايف يعني صعب أني أجي أدخل في المجال مع مذيعين لا يعرفون شيء عنه ومع مجتمع آخر ليسوا من ضمن مجتمعنا من المتابعين الذين يعرفون مشاكلنا أو نكتنا أو الكوميديا اللي ممكن نطلحها عن المجال تمام؟ يعني أنا لو أطلع الآن نقطة عن كالي لينكس أنت ستفهمها وتضحك والمتابعين سيفهمونها ويضحكون ولكن تعال على قناة تلفزيونية أردنية أو جزائرية مجتمع كله ما يدري وش هو الكالي لينكس هذا طبعا على صعيد المثال فممكن يكون وجود أخطاء لأنه في لايف ممكن يكون خربط في معلومة معينة ممكن يكون صار زلة في أحد الفيديوهات أو في مجموعة من الفيديوهات وكورساتها ممكن عندك أشخاص يشتكونوا من الكورسات ولكن الغالبية سعيدين من الكلام في واتساب من غيرها تمام؟ قد يكون يعني في عندها أخطاء أنا من رأيي أنها تعلم أساسيات لحد المرحلة المتوسطة في المجال ولا شيء متقدم في الدورات تقولها يا سيف ولكن عندما دخلت لحسابها في لينكد إن هي مكتشفة فعليا لثغرات في المواقع هي فعليا مكتشفة لثغرات في المواقع وماخذ عليها مكافآت فأخوي فاروق أن هذا الكلام أحب أقوله لك من وجهة نظري أنا قد تكون ظلمتها مثل ما أنا ظلمت والله يشوف دخليني بس أكمل وبعدها إن شاء الله أنا بعطيك حق الرد بالكامل هذا أول شيء قد تكون ظلمتها مثل ما أنا ظلمت تمام؟ قد تكون نيتها صحيحة لأنه أنا فعليا بيني وبين نفسي أنا بكره أسلوب إنستجرام والريلز في مجالنا لأنه أنا صعب أعطيك معلومات لأنها ستكون من باب الجذب ولكن أسلوبها في عمل الريلز هي لجذب المشتركين في الدورات وهذا لا عيبة فيه لا مشاكل فيه تمام؟ يعني أعطيك رؤوس أقلام في فيديو مدة دقيقة لن أستطيع أن أعطيك أصلا أكثر من رؤوس أقلام بعدها تأتي وتسألني في الخاص تشترك في دورتي وصلى الله وبارك وهذا شيء لا عيبة فيه ولكن باقي الأمور أنا لا أرى فيها مشكلة فإنه يعني حتى لو كان عندها أخطاء بالنسبة لك تريد انتقادها في فيديو أسلوب الهجومي كان صعب وطبعا هي وغيرها من الناس وأنا كنت من بينهم وما في مشكلة ولكن أنا مثل ما حكيت لك قد تكون تسرعت قد يكون الموضوع صعب بعض الشيء ومن وجهة نظري الأخيرة أنا أسلوب سياسي في يوتيوب حتى الناس اللي عندها أخطاء يبقون بالنسبة لي أصدقائي أريد أن أكون حبيب الجميع في اليوتيوب من مجالي لأني لا أدري في يوم من الأيام أنا كبرت مثلا عندي والله مليون فاروق كبر صار عنده والله مليون كمان وشوية أنا وفاروق من فائدة المجتمع أنه أنا ويا نتشارك ونعمل برنامج أو محتوى جميل في يوتيوب بحيث الناس تتابعنا أكثر بينما لو كان بيننا مشكلة وأحد شياطيننا وسوس لنا وإحنا عنا ملايين وبدأنا نضخ محتوى على بعض انتقادي وقتها سيكون مشكلة بالنسبة لنا وللمتابعين وجيش فاروق يهجم على جيش سيف مثل ابن سوريا وميسان فنحن أكبر من هذا هذا يعني وجهتنا نظري وتفضل والله يشوف وجواني بصحيحة من كلامك ليست هناك مشكلة ممكن أن العنوان إنزع العنوان هو بالنسبة للدجاجة مثلا العراقية هذه إنزع كلها وكتب اسم البنت على سبيل المثال وندخل إلى الفيديو مع أن قلت لك أنا أعترف أن هذا خطأ تسمية الناس بهذه المسميات على سبيل المثال ولكن لما تدخل الفيديو أنا مهاجم بالفعل لو تذهب إلى جوجل تكتب الانتقاد يعطيك معنى الانتقاد ذكر الإيجابيات والسلبيات ربما لا أركز على السلبيات لأن هدفي من الفيديو وتوضيح المقابلة وهي المقابلة المفروضة أنها توضح أنا على سبيل المثال لو تم استدافتي وهذا أمر صعب آتي إليه لكن لو تم استدافتي في قناة إخبارية على سبيل المثال وذكروا بعض النقاط ربما ألمح أنني لم أأخذ راحتي أو تمت مقاطعتي وهناك الكثير من الناس ربما شاهدت مقابلات كثيرة وشاهدت بالخصوص المقابلات المصرية يعني يجلبونهم إلى القنوات التلفزيونية ولا يأخذون راحتهم كل دقيقة تقول له ما معنى هذا تقاطعه وكذا فهناك إحاء منه أنه لم يشرح كل شيء ويجب ودائما عندما تعطيه سؤال آخر هو ماذا يقول يقول له مع أنني لم أكمل سؤال الجواب الماضي ولكن سأجيبك على هذا يعني يعطي إحاءات أنه لم يكتفي الأستاذة والله بيني وبينك يسيف كانت مرتاحة جدا كانت ربما ستنام يعني في المهم بغض النظر يعني لو نزعت الأمر ستجد أنني ذكرت بعض النقاط أن المفروض أن هذه النقاط لا تزعجها بطبيعة الحال ربما تأتي وتتكلم شكل سلمي هي اتهمتني بماذا؟ أنها لم تريد أن تحضر إلى البودكاست الخاص بي إذن أنا يعني إذن هي مجرمة في وجهة نظري إذن أنا سأنتقدها لهذا الأمر وأنا قلت لها قلت لها أن هذا الأمر ليس علاقة بالأمر قلت لها بعض الأمور التي عادية جدا كنت سأكلمها ووضحت لها الكثير من الأمور ولكن يعني وحاولت حتى بعد الفيديو يعني لو طلبت مني أن أحذفه والله العظيم أحذفه ليست هناك مشكلة بل يعطون إشعار مضاد يعني يذهبون إلى يوتيوب ويقومون بالتبليغ على هذا الأمر ربما أزعجها العنوان لكن أنا أمامها الآن أنا أمامها يعني في الإنستغرام تأتي وتقول لي يا فلان لقد ضرني هذا الفيديو الخاص بك لقد يعني عمل لي بعض الأمور أرجوك يحذف هذه الأمور وأنا أريد التبرير إذا جاوبتني على نقاتي خلاص أحذفها إذا قالت بنفسي أنها غير مرتاحة مع أن الفيديو واضح جدا يعني لا أريد العودة إليه هو أمامي الآن ولكن بغد نظر تقول لي أنني لم أكن مرتاحة لهذا الأمر أو على الأقل تعترف أن المعلومات التي ذكرتها فيها شبهات في هذا الأمر وأنا ذكرت هذه الأمور بالنسبة لفيديوهات ممكن الانتقاد المستقبلية لأن هناك مثلا أنت تستثني مثلا إسماعي المال لكن هناك جزائري آخر تكلمت عنه اسمه عتشيبة أنيس عتشيبة هذا وذكرت قال لك أنك يمكنك بأي مقهى في العالم يدخل الأنترنت الخاص بك فأنت خلاص أنت بين يديه أنت بين يديه ولم يوضح بأي توضيح بأي إن كان يعني رمى المعلومة هكذا وقال لك لو تبحث في خلفيته ما شخص ليست لها علاقة بهذا المجال كليا هو فقط سمع هذا المعلومة وهي معلومة جزئية صحيحة نعم يعني الأمور الواي فاي الذي في مقهى الأترنت نوعه لكن تكلمنا قالها عن جاهل هو هو شوف هو كان يريد الخير واضح في وجهه شوف الفرق هنا واضح في وجهه أنه يريد الخير ليس كإسماعي المال هذا هذا شيء داخل نصب على الناس يا السلام عليكم أنا سغفر الله العلي العظيم أنا ملككم أنا أنا الذي سأفجر الدنيا هنا وفعلا يذكر بعض الأمور ثم الآن يقول لك أنا أريد أن أذهب إلى يعني مستوى أعلى أنا سأجلب طابليت ثم كما قلت أنت يعني ثغرة بر الوالدين يعني لا حولها ولا قوة إليه أنا مهيب هو شوف هو مسألة العبث بالمنطق فقط المفروض أنت عندما أيوة لما تقول واحد زايد واحد يسوي ثلاثة لو قلت لي هذه النظرية في الفلسفة يا راجل أرفع لك القبعة نعم واحد زايد واحد يسوي ثلاثة فلسفيا يمكن أن تعتبرها مثل أب وأم وإذا جمعتهم يسوي أب وأم وابن يعني واحد زايد واحد يسوي ثلاثة فلسفيا ونوعا ما من تحايل كذا ولكن رياضيا ونحن بصفة عامة نتكلم بوضح عدد يعني بشيء منطقي نعم الصفر غير منطقي في العالم ولكن الصفر هو لا شيء بالنسبة لنا فيمكن أن تحوله لشيء منطقي يتقبله العقل على سبيل المثال فواحد زايد واحد تقول لي يسوي ثلاثة وتدافع على هذا الخطأ ثم عندما أخرج ربما أهجم عليك صحيح لكن أنت ربما تقول لي أزعجني هذا الأمر ولكنك ذكرت كذا وأنت مخطئ في كذا هنا نأتي لموضوع آخر هنا أنا أحدف الفيديو هذا أولا والله لن يبقى الفيديو الخاص به والله لن يبقى لأنه كان عبارة عن هجوم وأنا أشهد بهذا الأمر لكن سنصل إلى النقطة أن نقطتك العلمية بشكل واضح جدا أنها مجرد يعني الفيديو فيه نصف ساعة عن يعني العلاقية هذه والكلام كان عن موضوع المقابلة في المقابلة كانت تتكلم يعني أنا كنت أرد على المقابلة ربما أعلق على طريقة الكلام يعني النساء أحيانا يتميلون في الكلام وربما أحيانا يذكرون بعد أعرف أنني هربت في الموضوع ولكن لوعا ما هناك إحاءاتي أقول لك شيء يعني أنا أعتبرني أني سيف مخارزة لو أنا كمشاهد دخلت إلى قناتك أريد البحث عن مواضيع السيكيوريتي لقيت عندك خمس أو عشر فيديوهات انتقاد ستكون هذه الصورة سلبية يعني عليك وليست لك هذه يعني بداية هذه يعني من أخ أعتبرها في هذا المجال ستكون ضدك هذه الأمور صدقني ستكون ضدك يعني أبسط كلمة قد يقولها عنك أي شخص وهو يعني حكم سريع يعني أنا أراه باطلا ولكن أبسط كلمة أنه هذا الشخص يجلب محتوى عن أسماء الناس وأنا هذه أنت تتذكر لما صار الخلاف بيني وبينك أنا هذا أول صفة وصفتك بيها أنك تريد محتوى على اسم شخص ولكن أنا عرفت أنك أنت شخص خلاف هذا لا تريد هذا الكلام نيتك سليمة تمام ولكن هذا غير واضح أبدا في فيديوهاتك الآن أنا عن نفسي كسيف مثلا كلمة اختراق البنوك لو قلناها بيننا كخبراء ستكون كلمة كوميدية ومن يقولها لن يكون خبيرا لأن البنك عبارة عن شبكة وفيها مجموعة أجهزة طلق صح أني أقول اختراق الشبكة اختراق السيستم اختراق الجهاز ولكن لو كنت أتكلم أنا على قناة فضائية لن أستخدم المصطلح اختراق شبكة أو غيره سأستخدم المصطلحات التي ستجذب الناس أكثر وستجذب مسامعهم يعني ما في أحد سيشاهد مقابلة لشخص تقني وهو يتكلم عن البرمجة ويتكلم عن الشبكات بعمق لا يجب أن يستخدم مصطلح وقتها اختراق البنوك ممكن أيضا مع بعض التوضيحات ولكن في أشخاص عندهم راحة شخصية لدرجة أنه يتذكر يتكلم هذا الكلام ويحسب حساب أنه ممكن أحد الخبراء يشاهد الفيديو ويقول عنه كلام مش جيد فهي ممكن ما حسبت هذا الاحساب ولكن لا أعتقد أنها ذريعة قد يمكن انتقادها أو انتقاد طبعا غيرها يعني كان في كثير من الفيديوهات وإذا تذكر كمان أخوي فاروق أنت في بداية مشكلتك معي هل أنا جئت وبررت لك أي شيء من انتقاداتك لي؟ لا تعرف ليه؟ نعم أنت شفت طبعا في البودكاست أنا استطعت وأن أبرر كل شيء في البودكاست الأخير بيني وبينك ولكن شوف يا سيف في الأول أنت لم تبرر لجيرس أبدا لا لجيرس ولا لك ولا لغيركم ولكن تعرف ليش؟ ليش؟ أنت وجيرس كان أسلوبكم بالنسبة لي هو طوب هجومي واعتقد أن النوايا لا تتعلق بالتبرير فلم أبرر ولم أكترث للتبرير لأني وقتها إذا جيت أبرر وإنت مهاجمني سيترجم هذا الكلام على أنه ضعف يعني أنا كنت متوقع إذا أنا بعدت لك على الخاص أني أريد أن أبرر كنت متوقع أنك راح تصور للناس وتقول سيف ضعيف وسيف لجأ وسيف هيك كنت متوقع ما كنت حاطت فيك ولا واحد في المية حسنيا وهذا الكلام أعتقد أي شخص تعرض للانتقاد منك سيفكر فيه لن يفكر في التبرير لأنه ما تم بداية النقاش بالشكل الصحيح أنا عن نفسي لو شفت شخص يعطي معلومات خطأ بترك له تعليق بين الناس ويعني وصلت في مرة للأردني اللي عنا اللي على أساس أنه اخترق قناة إسرائيلية وأنه كذب هذه كانت تضر بلدي شخصيا فخرجت وعملت هذا الموضوع بدون أن أجتمه خرجت وعملت فيديو عن الموضوع ليوضح للناس أنا مو حابب بلدي تصير مضحكة ما بين الصهاينة وما بين دول العالم الغربي أنه والله عندنا ناس يضحكوا على الشعب أنهم اخترقوا قنوات والشعب مسدق هذا الموضوع فأنا بدأت هذه الحملة في بلدي والكل صدقني ووقف معاي بالنهاية حتى قناتنا الرسمية قناة رؤية في الأردن كذبت هذا الشخص والكثير كذبوا بعدين فأنا استفدت من هذا الموضوع دون أن أجتمه أبدا وحتى كان عنوان الفيديو يعني لم أذكر اسمه في عنوان الفيديو حتى في الفيديو ذكرت اسمه لأنه ظهر فقط وهذه هي الطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة بالنسبة لي عدا عن هيك فأنا يعني ما أحب كلمة نصيحة بشكل كبير وإن كنتم إخوة فتناصحوا فهذه النصيحتي لك محتوى الانتقادي نصيحة لي ووقفه وركز على محتوىك قناتك تكبر تكبر وأنت لك محبين وليس لك أعداء وإن كنت تنتقد شخص أو تكره شخص وتعتبره كاذبا أي شخص إلا إسماعيل مان إنسى إسماعيل مان هذا مني هذا حلال فيه غير هذا أنا لا هذه وجهتي والله عسى خير هو شوف فيديوهات الانتقاد والله شوف تأتي هكذا فجأة ليس لي داخل ليس لي رسميات فيها على عكس البودكاست أيوة ليس على عكس البودكاست على سبيل المثال له تخطيط له ناس حتى هذه البودكاست كنت أجلبها البودكاست وكلنا سنتكلم عن المواضيع كلها وتكلمت معه أنا شخصياً والسواء لا يظهر على أنه أستاذ على سبيل المثال حتى في يعني حتى الناس تواصلوا يعني أحياناً أنا أرى أكثر من الجمهور الناس يرون فيديو الانتقاد فقط أنا أرى أمور أكثر أرى الناس لديدة تشكي غالباً يكون أكثر من اثنين ناس يعني اثنين جاءوني وفضفضوا كذلك يتون الناس يتواصلون معه ويكتبون يصور لي سكرين شوت هناك أحد أخوة صور لي فيديو كله فيديو وهناك من حضر أصلاً دورتها يعني مهم مجموعة كبيرة من الأمور يشمعت على هذا الأمر بالنسبة لي دور القناة والله يشوفها وكنت أريد أن أوقف الأمور التي تدور القناة كنت عملت قناة للطبخ على سبيل المثال والله أكون معك أصلاً مع أنني أكل بعد قليل ولكن يعني كثير من الأمور جميل جداً أستاذ فاروق طيب ما في مشاكل خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده وهو سؤال يخص موضوع التواضع المبالغ فيه قد تستغرب أنت من العنوان قد يستغرب أيضاً المشاهدون من العنوان ولكن هي ليست فقط ملاحظة هي قد تكون شيء يفيد الجميع لو تكلمنا فيه جميل صديقي فاروق ليش ما تحب كلمة أستاذ إنها تقال لك والله يشوفوا يام يعني صورة نماطية تستطيع أن تقول أقرب للصورة النماطية نوع الماء ولكن يعني الإنسان يعني من كثرة ما هي الفترة هذه يعني من قبل أتت بسبب العديد من الأمور بينها أن يعني الكلمة قال على أنها شيء مهم مثلاً هناك قناة مشهورة في مصر أسامة الزيرو لو تعرفوه الذي يشرح البرمجة وإلى آخرهم هذه الأمور إنسان جميل ما شاء الله عليه متحوف وإلى آخرهم هذه الأمور ذكر نفس الموضع وشعرت أنني أنتمي لهذا الجارب من الأمر ذكر أنه إذا شخص من متابعيه سماه بالباش مهندس يعني هم لديهم هذا الأسلوب هذا الأسلوب تعريفي الجميل الذي يقول لك باش مهندس كأنه يعني كأنك كبير المجتمع هنا مثل دكتور مثل يعني الأمور الأخرى فكانوا يقولون له الباش مهندس فقال لهم يا جماعة الخير بشكل متواضع جداً أنا يعني لا أستحق هذا الكلام وقال أن هناك ناس درسوا يعني سنوات لكي يحصلوا على هذا اللقب فلا يجوز أنني أنا أستعليهم بهذا الشكل هذا من جانب هناك جانب آخر لأحد المشايخ الذي أحب أن أتابعه قالها بصريح العبارة هذا ليس تواضعاً هذا مرتبة أعلى مني مثلاً كانوا يكتبون يعني عندما يتم استضافته هناك يعني واجهة تكون أمامه يتم كتابة الإسم الخاص به ثم الصفة الخاص به فكتبوا دكتور قالها بكل أرياحية هذا ليس تواضع عني يا جماعة ولكن دكتور أنا لست دكتور أنا لم أحصل على الدكتورة على سبيل المثال أنا لست دكتور كل ما تستطيع أن تكتبه هو أستاذ لأنني أستاذ جامعي حالياً فهو شيخ يعني ما شاء الله كبير إمام يعني مسجد ويعني أموره ممتازة أنا والله شوف لا أحاول تشبيه من نفسي نوعاً ما ولكن نوعاً ما تحس أن الأمر يعني أكبر مني نوعاً ما هل هو تواضع؟ لا أعتقد يعني ألفين تواضعين ولكن أعسى خير لكن كأنه نوعاً من مرتبة وإنسان يجب أن ينحدر في مجال أكاديمي مثلاً حتى يحصل عليه فهذا هو الأمر بكل بصير ولكن شوف صديقي فاروق أنت أيضاً في فيديو الانتقاد اللي وجهته لي كمان تكلمت عن نفسك وقلت يعني أنه خطأ الواحد يوصف نفسه بمثلاً الألقاب بشكل عام الأستاذ أو ممكن كلمة مدرب ممكن المخترق أو مختبر الاختراق ممكن كثير من الأمور الأخرى يعني أنت بترفض أغلب المتصلاحات لأنه إحنا يوتيوبر هذا اللي سمعته في وقتها فهل عندك وجهة نظر عامة؟ ليس بالتحديد لأن مثلاً إنسان بيني وبينك كان هناك نقاش بالنسبة للمحتوى على سبيل المثال إنسان مثلاً فيزيائي مثلاً يقال عنه أستاذ على سبيل المثال ويطرح في الجامعات على أنه أستاذ لكن تجد عنده أخطاء على سبيل المثال تثبت أنه ليس له علاقة بهذا الأمر ممكن وجهة نظر مختلفة لكن مثلاً إسماعيل مام بما أننا مسحنا به الأرض في هذا الفودكاست لكن على سبيل المثال هو الآن يعتبر رمز بالنسبة لكثير من الجزائرين يحترمونه وأنت ربما رأيت التفاعل الذي عنده ويشبهونه بالكثير من الألقاب فأنا لما أحاول أن نوعاً ما في الفيديو أنا كما قلت لك مشحون نوعاً ما فأحاول أني أذكر جميع النقاط التي بينهدي على سبيل المثال حتى العنوان الذي ربما أجده سخيف أحياناً أنتقد الكثير من الأمور لكن بالنسبة لإسماعيل مام على سبيل المثال أنا أقول بالنسبة لتعريفه لنفسه كأنه يقول أنا هاكر عالمي جزائري وأنا الذي فعلت كذا وكذا بالنسبة للتعريف هذا فالتعريف هذا عندما أعطاه لنفسه المفروض أنه لا يعطي هذا الأمر لنفسه المفروض أن الناس يعني تصفوا مثلاً أن تصف مخارجة أقول لك أنا أستاذ من باب نوعاً ما الاحترام من باب يعني رأيت أساتذة يعلمون وبما أنني تعلمت منك أيضاً أقول لك أستاذ لكن يعني صعب أنه يقول عن شخص عن نفسه أنا أستاذ فيه كذا وهو لا ينتمي للمجال الأكاديمي على سبيل المثال فهذه وجد نظري فقط يعني ممكن تسرع مني في بعض الحالات ولكن يعني قاعدة فقط هكذا تأتي على سليلة اللسان هكذا بشكل سريع فقط فهمت عليك فهمت عليك والله أحييك على هذا التفكير يعني ممكن تعقيباً على كلامك بغرض أن نصل إلى الرسالة اللي حابب أنا أوصلها أيضاً للمتابعين كأنك ذكرت أحد الشيوخ اللي أنت تتابعهم صحيح وأيضاً في سماحة الشيخ فتحي الصافي هو شيخ شامي نعم أعرفه كان يعرفه إنسان جميل حتى هو جميل وصاحب نكتة وصاحب دعابة وصاحب علم حافظه الله حافظه الله ورحمه الله وليس يعني هو توفى من فترة نعم كان من أحد دروسه كان يتكلم عن أحد من جيرانه كان يسمي نفسه الشيخ الحاج أبو كذا فيقول له أنت درست عند مشايخ درست شيء في الدين قال لا طب يبقى ما نسميك شيخ طب هل حد جيت لبيت الله قال لا قال أنت موحات أنت أبو إبراهيم لواء لأن أنا أنا معك في موضوع أن الألقاب اللي قد تكون تتعلق في الدراسات الأكاديمية زي دكتور ومهندس والألقاب التي تتعلق في قيمة دينية هذه لا تلقى جزافة يعني على أي شخص في الشارع يسمي نفسه بهذا المسمى ولكن دعنا نذهب للموضوع المقصود من الموضوع اللي هو اسم كمدرب مختبر اختراق تاجر رجل أعمال هذه المسميات بعض الناس تواضعا يقول أنا لا والله لا مدرب ولا أستاذ أنا مجرد صانع محتوى يقولها تواضعا ولكن أنا ضد هذه الفكرة أنا عن نفسي كسيف أول كورس عملت بعد ما تعلمت سميت نفسي كمدرب ومستشار أيضا في المجال جمي وأنا وقتها طبعا فعليا لا كنت لا أصل لا لمركز مدرب ولا مستشار ولكن هذا اللي يعطيك الثقة بالنفس هذا اللي يحفزك أنت قاعد تعطي لنفسك صورة أمام الناس طبعا هذا الكلام قبل ما أقدم دورات مدفوعة كانت دورة على يوديمي وهي كانت دورة جيدة وقتها للأساسيات ولكن لما أنت تتاجر في شيء وتسمي نفسك رجل أعمال هذا المسمى يحفزك للإكمال في الموضوع لما تشتغل في مجال وتسمي نفسك مباشرة بالمسمى المهني الخاص بهذا المجال هذا الشيء يحفزك يحفزك على المزيد ويعطيك ثقة بالنفس فأنا لا أقول إنه يعني إذا تستخدمها مثلا للضحك على الناس هذا غلط ولكن لما تستخدمها لأجل تثقف نفسك هذا الشيء جيد أنا من الأمور أستاذ فاروق يعني عفوا صديقي فاروق أنا من الأمور اللي كنت أسويها يعني كان مرات الناس يطلبون مني دورات أقول لهم موجودة عندي وهي مش عندي وأخليهم يدفعون ثمنها وأقول لهم تبدأ بعد أسبوع أو أسبوعين في خلال هالأسبوعين أتعلم الدورة وأجحز فيديوهات لها وأتأكد إنها حقيقية مية بالمية وبعدين أقدم إليها بعد أسبوعين ليش أعمل هذه الحركة؟ بعض الناس ما يحبون يسوون كذا ولكن أنا من الأشخاص اللي أحفز نفسي عن طريق إنه في أحد الناس له حق عندي هو دافع لي فلوس ليشترك في دورة عندي فلازم إني أخلصها في وقتها وتكون جاهزة الدورة عشان ما يشعر إنه دفع مقابل شيء غير موجود وهذا الشيء اللي يحفزني أتعلم مجال سئلت عنه يمكن هذه الحركة غير يشوفها مخاطرة ولكن الجميل في الموضوع إنه لما أخذ هذه الفلوس إنه الشخص ما أصرفها ما أصرفها لفترة طويلة لبينما أتأكد إنه فعليا استفاد من الدورة وإني أنا أكملت الدورة وعطيته كامل حقه بهذه الطريقة أنا بحفز نفسي أو لما أنشر للناس إنه في دورة راح تصير موجودة بعد أسبوع تمام؟ جميل فإنه صار اسمك مثلا المدرب فاروق وقلت لنا وعدتنا إنه في دورة بعد أسبوع وأخذت مننا فلوس يبقى لازم يكون في دورة بعد أسبوع ولا بتدمر صورتك أمام الناس فهذا النوع من الأمور يخليك شيء كبير في نظر الناس ومحاسب على أفعالك يعني أكيد الملك محاسب على أفعاله غير المواطن صحيح؟ صحيح صحيح فهذا المسمى يعطيك مسؤولية تخليك فعليا على قدر أو أهل لهذه المسؤولية وهذه يعني وجهة نظري في الموضوع لا صراحة منطقية جدا وحتى بسألة البحث والتعلم هذه الأمور أنا معك لهذا أحاول استعمال مصطلح باحث أكثر شيء والبحث هو أساس كل شيء صراحة أساس المجال التقني والله أحبت أنك من جديد صرت تسمي نفسك كباحث فأنا بالعكس أحييك على هذه الحركة وأحييك جدا والله أشبه بتعريف القناة على الأمر ولكن إن شاء الله تشيع الأمور القادمة إن شاء الله وعسى خير هو بصفة عامة عسى خير إن شاء الله بالتوفيق ونرجع ونذكر قناة فاروق موجودة بأسفل الفيديو آه لإعلان الثالثة خلاص سأبعتك على كلمة السابقة في ناس تخطى بين جميع جميل أستاذ فاروق أسئلة الآن تتعلق بيك وبقناتك بنفس الوقت وين تشوف قناتك بعد خمس سنوات وبعيدا طبعا عن موضوع الاسترايكات والله إذا تركنا اليوتيوب في حالنا إن شاء الله سيكون هناك نجاح باهر جدا وهذا الأمر رأيته يعني بعيني أنا وصلت لأرقام الحمد لله جيدة خصوصا أنت تعرف قصتي مع الاسترايكات وستطيع أن تقول غيرت المحتوى كليا في كثير من الأمور حاولت أن تنشر على الكتب سابقا كذلك حاولت أن تنشر على الإنمي والخربشات هذه ممكن كذلك كنوع من صناعة المحتوى لكن يعني الإنسان يعود إلى أصله في النهاية يعود إلى الشيء الذي تعلمه إنسان طول حياته طبيب لا يمكن أن في يوم الأيام تجده في مكان آخر ومرتاح أيضا والطول حياته درس طب أوتوماتيكيا وتلقائيا تجده إنسان ينتمي للطب فقلت لك أني يعني غيرت المحتوى أكثر من مرة ولكن في السفعة عامة يعني أعود إلى المحتوى هذا مشكل أين؟ المشكل في غلق القناة في فترة معينة الشاهد من هذا الأمر أو القصة من هذه الأمر رأيت النجاح هذا رأيت يعني الإنبهار هذا في سنة من سنوات وربما ليست ببعيدة في ألفين وعشرون ألفين عفوا ألفين وواحد وعشرون قناتي من ألف إلى تسعة ألاف مشاركة يعني هو ناس جديدة لا تعرفوني تقريبا كليا رأيت هذا النجاح هذا فإن أرى نفسي في خمس سنوات القادمة أعتقد أنه من نجاح إلى نجاح إن شاء الله أشعر بأنني محتاجة أن أطور أسلوب الكلام أكثر شيء حالياً والله بدأت أن دمج مع اللهجات العربية أكثر شيء وأصبحت أصعى من بعض المصطلحات التي ليست لي سعودية تحديداً أيوة بارك الله فيك بأوتوماتيكياً تجد نفسك سعودي في الأصل يا رجل ولكن يعني تأثيراً للعديد من العوامل أكثرهم هم الناس الخاصين بالخليج يتواصلون ويتكلمون أكثر شيء أنتم أيضاً يعني دول الشام أقرب لهم أكثر شيء لسهم أقرب لنا نحن نتيجة للعديد من الاحتلالات التي حصلت يعني تغيرت لهجتنا بشكل كبير جداً أصبحنا بعيدين نوعاً ما فهذا الأمر ممكن أن أغيره وأكيد سأغيره إن شاء الله حالياً بالنسبة لشكل القناة على سبيل المثال أنا مستمر على تطوير هذا الأمر بكل ما أوتيت من طاقة أو حاول أيضاً الإنسان الذي يدخل المقطع يكون مرتاح وهو يتابع أكثر يعني هناك ناس خلاص صارت تهتم لهذه الأمور يعني زمان تذكر كنا نتابع المقاطع على 360 يعني جودة متوسطة جداً متواضعة جداً لكن الآن ما صارت تركز على هذه الأمور تريد أن ترى كل شيء بوضوح خصوصاً أن يوتيوب صار يمكنك أن تعمل زوم بالتطبيق الخاص به فالآن إنسان يريد أن يعمل زوم ليوقف الفيديو وعمل زوم ليرى شيء معين لا تستطيع أن تقدم له أقل من Full HD حالياً يعني تصوير كفيديو وراحة للعين يعني إنسان الوضع الطبيعي عنده هو Dark Mode في جهازه فلا تعطيه شاشة بيضاء كذا في وجهه تعميه وتابعتنا كورسات كثيرة من البرمجة وكان يفتحون على سبيل المثال Visual Studio البرنامج الكبير المحرر الأكواد وكان يفتحه بالوضع الأبيض يعني أوه تنعم كان أضوء سيارة صح نعم كان يعني عينيك يفقعه ما يا رجل وهو يشرح أمور مهمة وأنت محتاج لأن تتابع هذا الأمر أنا هيك عن الشاشة الكبيرة والناس التي تتابع بتركيز هذا لكل أمور تزعج الناس بالنسبة للمحتوى إن شاء الله سأبتعد عن الأمور المخالفة نوعا ما على يوتيوب وسأتأكد من هذا الأمر وإن شاء الله يعني صدقين تقول يعني مستبشر بالخير في القناة وحتى قناتك أنت أيضا يعني مستبشر فيها خير وإن شاء الله بالتوفيق لنا جميع إن شاء الله يا صاحبي إن شاء الله يعني ربي وفقك وإحنا نحب نشوف دائما يعني أشخاص من العرب عندنا يثرون المحتوى العربي في هذا المجال تحديدا إن شاء الله بصراحة كلها قليلة وشح كبير في هذا الموضوع وأغلب اللي كانوا موجودين توقفوا يا إما أغلقت قنواتهم فالموضوع أصبح مزعج والله يعني توقفوا بشكل فجائي صراحة مثل مثلا شادو هاكر هذا اختفى يا رجل شادو هاكر طارق الصافي هو موجود عندي على فيسبوك ولكن سبب اختفاؤه هو أردني عندنا يعني أيوه سبب اختفاؤه هو سترايكات أغلقت عنده قناة كانت فوق الميت ألف تخيل قناتك في 2018 أو 2019 صح كانت قد وصلت ميت ألف بعد ست سنوات من العمل توقف توقف يعني بس ما زال موجود في فيسبوك وهنا وهناك تلاقيه نعم ولكن كان يشغل معه في فترة وفترات كان حتى هو يعني نشط مع يوتيوب المهم على سخير صحيح وأشعر أنه يعني تعب يعني مني طبعا تحية إلك أخوي طارق إذا كنت بالتعب تحية له أكيد وإنسان كان يعني إنسان محترم بمعنى الكريمة الصراحة مضبوط صحيح محترم ولطيف جدا عموما جميل نكمل في الأمور اللي بعدها أنا كنت رح أسألك عن نواياك وخططك المستقبلية ولكن خبرتنا فيهم في هذا السؤال فكانت إجابتك فطفاضة وغطت هذا السؤال أيضا إذا كان عندك خطة أو مشروع آخر تريد أنك تخبرنا فيه تفضل والله حاليا لسناوي على أي أمور غير الكورسات البرمجية والمنهج تعليمي بسفة فقط مع هذا كل منه تمام؟ تمام؟ ما في أي مشكلة؟ تمام؟ يعني ممكن الآن قبل ما نروح للكونكلوجين أو الخاتمة فممكن نسألك أخوي فاروق هل عندك رسالة تحب تقدمها للناس في المجال؟ هيك شيء بسيط؟ والله أستطيع أن أقول كثير من النصائح أتعجب منها وأراها وعلى حسب ردة فعل الجمهور أحيانا كل إنسان لا يحتاج نصيح ولكن إن شاء الله نصيحة الناس تطبيق مثل تيك توك أتمنى من الناس كأنني لا أثقل عليكم لكن مثل هذه التطبيقات فقط مضيعة للوقت بشكل كبير جدا العمر يجري بشكل فضيع جدا إنسان بلمحة بغمضة عين تجد أن من عام كورونا إلى يومنا هذا كم ثلاثة أربع سنوات يا رجل أربع سنوات مضت كالريح يا رجل فهذا بسبب تعلق بالتكنولوجيا الرهيب جدا فما بالك أنك تزيد عليها تيك توك وصراحة المحتويات ربما ليس عندكم بشكل كبير لكن عندنا نحن محتوى فاضح جدا يعني لا أريد ذكر الأمور ولكن فاتوا مسألة الرقص ومسألة الغناء يعني تجاوزوا الأمر بشكل كبير جدا وصبح إنحطاط أخلاقي بشكل كبير جدا خصوصا أنا أتكلم عن الترند الذي عندنا يعني كارثة في كارثة فأنا أنصح لإخوة يا جماعة الخير يوتيوب أفضل لأن يوتيوب على الأقل يعلمك كيف تبحث عن الأمر يعني عجبك موضوع تذهب إلى السر الشبحة تيك توك أنت ساعتين وأنت تمرر فقط وتعتمد على الخوارزميات والخوارزميات هي لا تعلم الغيب هي فقط تراك هل تفاعلت بعد بعض الفيديوها تظهر لك المزيد منها وتبقى محكوم بها على الأقل يوتيوب يعني يراعي بعض الأمور على الأقل حتى لو أنت قد فيه مسألة سترايكات من نسبة المحتوى أنا لكن على الأقل إذا أعطت سترايكات لناس آخرين هذا أسلس وهذا أسلم يعني للمحتوى الإنسان فيوتيوب أفضل يعني وكما تلاحظ أنت يعني كما أخبرتني في البداية مسألة البودكاست والشهر الخاصة به والانتشار هذا جاء من يوتيوب لم يأتي من توك توك وجموارة تيك توك ناس التي مثقفة الحمد لله تقرأ كتب يعني مواصلة يعني ما زال عندها مدة تركيز نوعا ما جيدة ويعني يحاول مثلا كثير من البنات يعني يحاولون يعني تنظيف البيت في نفس الوقت يعني يستمعون للبودكاست في الخلفية فهذا أمر يعني أجمل وأسلس وأفضل بكثير فأنا أتمنى فكانت هذه نصيحة يعني عامة وأعتقد أن العديد من الإخوة يعني يقول لك ما دخلك يا أخي ولكن عسى أخير إن شاء الله يا سيدي ما في مشكلة يعني من المواضيع اللي لازم دائما نوصلها للناس أنه أنت صحيح الفيديوهات مدتها ثواني ولكنك أنت بتقعد ساعات على نفس التطبيق بتهدم تركيزك بتهدم وقتك وبنهاية اليوم بتتساءل مع نفسك ليش أنا فاشل ليش ما عندي حظ مثل الناس اللي بشوفها في المجتمع الناس اللي شغالي على نفسها ويعني وبرضا أيضا الترندات اللي موجودة هناك حتى في وقت الترندات المفيدة والهادفة تجد فيها يعني أمراض يعني زي موضوع التجارة والوصول إلى الثراء كلها نصائح فارغة مجرد يعني أسلوب تحفيزي غبي يعني إذا أراد أن يحفزك للموضوع يعرض لك سيارات أسعارها بالملايين مع نساء وخمور وأجواء غريبة جدا لا تحفز أحد مجرد يعني نشوة 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 مدتها عشرة أو عشرين ثانية فقط وعلى أساس أنه تحفيز للشخص للثراء يعني مثل ما أنت قلت عسى خير وإن شاء الله ربنا يلطب فينا والناس تتجهل الطريق الصحيح إن شاء الله أنا بحب أشكرك جدا أخي فاروق كان بودكاست ممتع كما تعودت معاك مثل البودكاست الماضي وإن شاء الله يعني أنا وياك أعتقد ما شبعنا من بعض ممكن نستغل بعض في بودكاست أفضل مستقبلا وبمحتوى أكثر إن شاء الله إن شاء الله كانت صراحة والله تجربة ممتازة أحب أن أقول ولا أقاطعك أكيد فقط يعني الصراحة أتشرف بالحضور يعني وبرك الله فيك وشكرا لجمهورك ربما أول مرة أتعرف عليه فشكرا وأكيد الذي وصل إلى هذه المرحلة من الفيديو ببرك الله فيه وواصل على هذا المستوى وإن شاء الله أنت في الأعلى إن شاء الله ببرك الله فيك يا أخصيف يعني شكرا فينا وفيكم إن شاء الله نحن تشرفنا باستقبالك أكثر وهنا نصل إلى ختام الفيديو يعطيكم العافية أصدقائي اشتركوا في قناة فاروق وعملونا السبسكرايب أيضا ولايك للفيديو ولا تنسونا من تعليقات أو اقتراحات لضيوف آخرين ولأي تحسينات قد ترونها يعني مؤثرة كم معكم سيف مخارزة وفاروق من قناة الهاكر الأسود يعطيكم العافية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر